بداية المباراة والكرة مع فريق الريان القطري الريان القطري باللون الأبيض وكاظم الكويتي باللون البرتغالي مالك سليم مع الكرة مالك سليم يحاول يمر وعلى السلة مالك ويأخذها مرة ثانية مالك سليم يمر إلى عبدالله ياسين ويضيع من عبدالله ياسين يأخذها لسلي إلى أحمد لبلوشي لبلوشي أحمد لبلوشي مع الكرة دفاع من عبدالله السالمين البلوشي الى مرة ثانية كلينت شبمن الى احمد البلوشي احمد البلوشي حاول يمر المرة ثانية الى لسلي لسلي الى برحمة ولكن الحاكم يقول في مخالفة الحاكم الدولي السوري واسام زين الدولي السوري في مخالفة على برحمة كرة مع نايك اقرابين نايك اقرابين يمرر الى محمد محمد فاي مرة ثانية تحت السلة كرة مقطوعة يوسف برحمة هجمة سريعة لكاظما الكويتي يوسف برحمة الى لبلوشي احمد لبلوشي مرر الى عبد العزيز الاحمادي الاحمادي مع الكرة تمريرة حلوة تحت السلة ونقطتين حلوة احمد لبلوشي لبلوشي اول نقطتين في المباراة اول نقطتين في المباراة لفريق نادي كاظما الكويتي والكرة مرة ثانية مع فريق الريان محمد فاي فاي مع الكرة حمد فاي الى عبد الله عبد الله ياسين يمرر المرة ثانية الى نايك نايك كرة مقطوعة ياخذها يوسف برحمة هجمة سريعة الاحمادي عزيز عزيز يا عزيز ويسجل نقطتين حلوة الاحمادي المشاغب عبدالعزيز الحميدي المشاقب أيضا يحط لنقطتين أيضا يحط لنقطتين عبدالعزيز الحميدي لكاظما الكويتي ونايك يحاول يحط لثلاثية ما يسجلها يأخذها مرة ثانية تحت السلة ويحط لنقطتين ميهو يحط لنقطتين لفريق الريان القطري أربعة اثنين تحت السلة مرة ثانية يحاول يأخذها نايك مع الكرة فريق الريان القطري لايك اغرافين مع الكرة لاعب الريان القطري يمر إلى عبدالله عبدالله ياسين وأيضا كرة ضائعة ويأخذها محمد فاي وتطلع الكرة للمصلحة الريان القطري لمصلحة الريان القطري هذا كلينت شابمان لاعب نادي كاظما الكويتي سبع دقائق واثنين وثلاثين ثانية على نهاية الربع الأول من مباراة كارمون الكويتي والريان القطري في بطولة دوري السوبر لغرب آسيا وأيضا مرة ثانية حاول يأخذها كلينت شبمان ويس آسيا سوبر ليغ واصل كرة مع برحمي مرر تطلع الكرة تطلع الكرة أوت كرة أوت لمصلحة الريان القطري هذا عبد العزيز الحميدي عزيز الحميدي لعب نادي كاظمة كرة مع نايك قرابين نايك مع الكرة كما نرى فريق نادي كاظمة قاعد يلعب مان تمان كرة مرة ثانية مع نايك قرابين يحاول يمرر إلى مالك سليم مالك سليم يمرر إلى ميهو يمرر إلى مالك سليم إلى ميهو مرة ثانية ميهو ما يسجلها يأخذها لبلوشي يأخذها أحمد لبلوشي وتطلع الكرة أوت تطلع الكرة أوت لمصلحة كاظمة الكويتي كاظمة الكويتي لبلوشي إلى برحمة إلى أحمد لبلوشي مرة ثانية لبلوشي حاول يمر الكرة يصبر الحاكم يصبر الحاكم يقول فيه مخالفة على لبلوشي هذا أحمد لبلوشي مخالفة لمصلحة الريان القطري أربعة كاظمة الكويتي اثنين الريان القطري ست دقائق وسبعة واربعين ثانية على نهاية الربع الاول من المباراة الثانية المباراة الاولى فاز فيها كاظ مالكويت على الريان القطري تسعة وستين واحد وستين ليسلي معال كورا يحاول يمرر مرة ثانية الى البلوشي الى كلينت الى الحميدي عزيز عزيز تحت السلة وفي فاول 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 ورميتين فاول على مالك سليم فاول على مالك سليم جزاء الباول رميتين هذا مالك سليم لاعب الريان القطري كان لاعب المنتخب القطري وهو وخوه محمد سليم ومالك سليم والكورا رميتين والرميات الحرة مهمة كلينت كلينت شبمان الرمية الاولى يسجل يسجل كلينت شبمان في المباراة الاولى كلينت شبمان حض تسعة عشر نقطة يسجل 19 نقطة في المباراة الاولى هو كان افضل لاعب في المباراة هو اللي كان ياخد الرباوند هو اللي يسجل و هو الاسس و هو اللي يدافع وسجل الثانية سجل الثنتين يحط الثنتين كرة مع نايك غرفن يحاول يمرر إلى ميهو ميهو لعبدالله عبدالله ياسين عبدالله ياسين اسماعيل يمرر كرة مقطوعة ياخذها مرة اخرى عبدالله ياسين عبدالله ياسين إلى ميهو ميهو تمره إلى مالك ولكن في مخالفة في مخالفة الأربعة وعشرين ثانية مخالفة الأربعة وعشرين ثانية هذا ميهو هذا ميهو ميهو هارس لاعب الريان الغطري والكرة مرة ثانية مع كلنت شير مال كلنت حاول يمر إلى الابلوشي أحمد الابلوشي حاول يمر وعلى السلة يشيلها محمد فاي يشيل الكرة تأطلع الكرة لمصلحة نادي كاظمة هذا محمد فاي لعب الريان الغطري مسجل في المبارات الأولى 13 نقطة سجل على كاظمة في المبارات الأولى اللي كانت بالكويت الأسبوع الماضي الكرة اللي مصلحت كاظما الكويتي هذا الحكم الدولي الإيراني صادق قنبري صادق قنبري الكرة مع كلينت كلينت شبمان إلى لبلوشي أحمد لبلوشي حاول يمر يمر الكرة إلى برحمه يوسف برحمه واضيع من برحمه ياخذها عبدالله ياسين تميرات سريعة الله حلوة محمد فاي هذا محمد فاي يحط له نقطتين حلوين ودنك حلو على سلة نادي كاظما والكرة مرة ثانية وطبعا ستة كاظما أربعة ريان ياخذها مرة ثانية برحمه وكرة ضائعة من يوسف برحمه ياخذها فاي إلى نايك اقرابن نايك مع الكرة نايك اقرابن يمرر إلى محمد فاي ويحاول يحط له ثلاثية ما يسجلها ياخذها مرة ثانية عبدالله تحت السلة كرة مقطوعة كلينت شيبمان إلى لبلوشي أحمد لبلوشي إلى لحميدي مرة ثانية إلى برحمه برحمه إلى كلينت كلينت كرة مقطوعة لكن الحكم يقول فيه فاول 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 على فريق الريان فاول على اللعب نايك اقرابن نايك اقرابن جزاء الفاول رميتين 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 ليه كارما كلينت شيبمان الرمية الأولى يلا يا كلينت يسجل ولا ما يسجل كلينت يسجل الرمية الأولى ثلاث نقاط مسجل لحد الآن كلينت شيبمان من الرميات الحرة ثلاث نقاط من الرميات الحرة كلينت شيبمان والرمية الثانية كلينت شيبمان والرمية الثانية ويسجل أربع نقاط لكلينت شيبمان عن طريق الرميات الحرة هذا كلينت شيبمان نايك مع الكرة إلى عبدالله عبدالله ياسين ويحط له نقطتين حلوة عبدالله ياسين اسماعيل يحط له أيضا نقطتين للريان القطري في المباراة الأولى عبدالله ياسين يسجل ثمان نقاط عبدالله ياسين على كاظما فاول فاول أيضا على اللاعب نايك قرابن هذا نايك هذا نايك قرابن الفاول الثاني الفاول الثاني على نايك قرابن في الربع الأول في الربع الأول يعني في نص الربع الأول وهذا رباح نجي من حكم الدولي اللبناني يقول المدرب لو سمحت ولا كلمة خلاص أنا إذا صفرت الغرار النهائي عندي شوف شوف هنا هنا حسب الفاول على نايك غرابن وهذا غنبري حاكم الدولي الايراني في تغيير للريان رح ينزل جاكسون هذا جاكسون وايت لعب رغم اربعة كرة مع لسلي لسلي حاول يمر مرة ثانية الى الحميدي عزيز برحمة تطلع الكرة هذا يوسف برحمة تطلع الكرة لمصلحة الريان الغطري اربع دقائق واثناش ثانية على نهاية الربع الاول من المباراة كاظم الكويتي ثمانية ستة الريان القطري في بطولة دولي السوبر لغرب اسيا واسيا سوبر ليغ واصل الفين واربع وعشرين في القسم الثاني في المباراة الثانية اليوم الثلاثاء اثناش ثلاثة الفين واربع وعشرين من صالة الريان في غطر كرة مع عبدالله ياسين عبدالله ياسين يمر الى مالك سليم مالك سليم يمر على السلة فاول فاول على الاحمادي هذا برحمة فاول على يوسف برحمة فاول وجزائل فاول رميتين رميتين شوف هنا فاول هنا فاول على يوسف برحمة فاول لمصلحة الريان القطري رميتين لمالك سليم المبارات الأولى سجل ست نقاط مالك سليم يسجل ولا ما يسجل مالك سليم يسجل الرمية الأولى يسجل الرمية الأولى مالك سليم راح يرمي الرمية الثانية الرميات الحرة مهمة مالك يا مالك تبتفوز سجل يا مالك ويسجل يسجل الرمية الثانية حط الثنتين وتعادل ثمانية 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 كاظم الكويتي الريان القطري والكرة مع البلوشي أحمد البلوشي الحميدي البلوشي لسلي إلى يوسف برحمة تمريره مرة ثانية أحمد البلوشي مع الكرة لكن في مخالفة الزون أرجع الكرة من المنطقة الأمامية إلى المنطقة الخلفية هذا أحمد البلوشي كرة لمصلحة الريان القطري كاظم الكويتي لازم يحط لها من المنطقة ثلاثية يعني لأحد الآن ما شفنا أي ثلاثية لا من الحميدي لا من البلوشي لا من البلوشي لا من كلينت ولا لاحب ثلاثية لأحد الآن فريغ نادي كاظم ثلاث دقايق وثلاثين ثانية على نهاية الربع الأول من المباراة ولا ثلاثية لكاظم تعني الذي يفوز؟ أيضا لازم يسجل ثلاثيات الثلاثيات يعني ثلاث نقاط ثلاث نقاط أحسن من النقطة وحسن من النقطتين ثلاث نقاط وخصوصا في بداية المباراة وانت يبيلك محتاج أنك أنت تطلع بالفرق شوية شوف أيضا نفس الشيء فريق الرئيان القطري أيضا ما حط له ولا ثلاثية لأحد الآن فريقين ولا ثلاثية ولا ثلاثية بالنسبة للفريقين برحمة يوسف يمرر إلى لحميدي عزيز لحميدي وأيضا نطلع من لحميدي عزيز ويأخذها مرة ثانية أحمد لبلوشي أحمد لبلوشي يمرر تحت السلة برحمة يحط له نقطتين حلوة يوسف برحمة يوسف هذا برحمة في المباراة الأولى مسجل خمس نقاط يوسف برحمة أمام الريان القطري المباراة التي كانت بالكويت الأسبوع الماضي والكورة مرة ثانية مع عبدالله عبدالله ياسين مرة ثانية إلى مالك أضيع من مالك يأخذها مرة ثانية محمد فاي أضيع من فاي يأخذها لبلوشي يلا يبلوشي وتحت السلة الله يحط له نقطتين برحمة بدأ يعتمد كاظمة على الهجمات السريعة الفاست بريك سريع وفعلا أنجحه في الكورتين فاست بريك سريع هجمات سريعة هجمات مرتدة لفريغ نادي كاظمة كرة مرة ثانية مع مالك سليم مالك سليم يمرر إلى جاكسون جاكسون أضيع من جاكسون يأخذها لبلوشي أسرع يا لبلوشي ألعب على الفاست بريك فريغ الريان مو قاعد يرجع بسرعة الفريغ مو قاعد يرجع بسرعة والكورة مع البلوشي البلوشي إلى كلينت شيبمان كلينت على السلة أضيع من كلينت ويأخذها مالك سليم إلى عبدالله ياسين عبدالله ياسين الريان القطري 12 كاظمة الكويتي ثمانية الريان القطري دقيقة وخمسة واربعين ثانية على نهاية الربع الأول من المباراة والكورة مرة ثانية جاكسون يمرر إلى محمد فاي محمد فاي مع الكورة يحاول يمر راح يمر يمرر مرة ثانية عبدالله عبدالله ياسين وكورة تلمس الحلق يأخذها مرة ثانية لحميدي عزيز عبدالعزيز لحميدي إلى لسلي لبلوشي أحمد لبلوشي ساحر كرة السلة الكويتية أحمد لبلوشي كابتن المنتخب الكويتي وكابتن نادي كاظمة وهذا لسلي يحط له نقطتين لسلي ترفس لسلي ترفس يحط له نقطتين حلوة حلوة يا لسلي 14 كاظمة الكويتي ثمانية الريان القطري عبدالله ياسين عبدالله ياسين يمرر إلى مالك سليم مالك سليم ما يسجلها يأخذها كلينت شب من إلى لبلوشي أحمد لبلوشي مع الكرة احمد البلوشي يحاول يمر يمر البلوشي مرة ثانية عزيز الحمدي عزيز وفي فاول 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 حاكم يصبر حاكم يصبر كرة لمصلحة الريان الكرة لمصلحة الريان هذا مالك سليم هذا مالك سليم لاعب الريان الغاطري ولاعب منتخب غاطر وهو اخوه كانوا لاعبين اثنين محمد سليم وهذا مالك سليم محمد طبعا الكبير والكرة مع اللاعب رغم اربعة جاكسون وايت جاكسون الى عبدالله عبدالله ياسين عبدالله ياسين اسماعيل يمرر مرة ثانية الى جاكسون جاكسون الى عبدالله عبدالله تضيع منه الكرة ياخذها مرة ثانية يحاول ياخذها عبدالرحمن الجمعة الى مالك سليم مالك مرة ثانية إلى جاكسون ويحط له ثلاثية حلوة جاكسون وايت جاكسون وايت يحط له ثلاثية حلوة أول ثلاثية في المباراة شوف هنا يا عبدالله إلى مالك مالك إلى جاكسون جاكسون يحط له ثلاثية حلوة أول ثلاثية في المباراة في الربع الأول الحمدي عزيز لكن الحكم يصفر يصفر الحكم في مخالفة أيضا مخالفة لمصلحة في وقت مستغطع وقت مستغطع يطلب مدرب نادي الريان مدرب الريان لأن الكرة لمصلحتها والثوان الأخيرة هذا مدرب الريان السيرجوس كوفوس اليوناني وتوجيهاتها للعبين توجيهاتها للعبين الريان إذا فاز كاظمة اليوم خلاص ما في مباراة فاصلة ما في مباراة ثالثة سبوع الياي ما في مباراة خلاص كاظمة رح يلعب مع الكويت الكويتي كاظمة الكويتي رح يلعب مع الكويت الكويتي واللي يفوز منهم طبعا رح يدخل إلى الدور النهائي إلى البطولة المجمعة وأيضا قلنا المحرق البحريني مع الشباب الأهلي الإماراتي هناك عندهم مباراة فاصلة أمس فاز المحرق البحريني السبوع الماء اللي طاف طبعا فاز فريق شباب الأهلي الإماراتي صارت النتيجة واحد واحد عندهم المباراة القادمة السبوع الياي يوم الأثنين اللي يفوز من الفريقين رح يلعب مع المنام البحريني رح يلعب مع المنام البحريني طبعا وقت المستقضى دقيقة دقيقة للوقت المستقضى 14 كاظمة 11 ريان القاطري 14 كاظمة لكويتي مباراة حلوة لحد الآن قاعة نشوف مباراة حلوة كاظمة يفوز في المباراة علشان يخلص ما يلعب مباراة فاصلة الريان القاطري يحاولنا يفوز المباراة عشان يلعب مباراة فاصلة عشان يلعب ايضا المباراة الفاصلة المباراة الثالثة ثلاث مباريات الفريق اللي يفوز مبارتين هو اللي راح يتأهل الى الدور الثاني انتهى الوقت المستقطع انتهى الوقت المستقطع قلنا حكام مباراة اليوم حكم اول الدولي اللبناني رباح نجيم والحكم الثاني الدولي السوري وسام زين والحكم الثالث الدولي الإيراني صادق قنبري. الحكام الثلاثة البارح أيضا كانوا في الإمارات. كانوا في الإمارات وحكموا مباراة المحرق البحريني والشباب الأهلي الإماراتي. اليوم وصلوا قطر. لكي يحكمون مباراة كاظم الكويتي والريان القطري. هل يمكنك الكرة لمصلحة؟ صفر الحكم طبعا هو أخذ وقت مستقطع مدرب نادي كاظم الكرة مع البلوشي أحمد البلوشي حاول يمر طبعا في نهاية الربع الأول. انتهى الربع الأول انتهى الربع الأول لمصلحة كاظم 14-11 لأنه في صفارة كانت في مخالفة فكنا ناطرين المخالفة لكن صفر الحكم طبعا مع نهاية الربع الأول من المباراة. بداية الربع الثاني 14 كاظم الكويتي 11 الريان القطري 14-11 سجل طبعا نقاط كاظم أحمد البلوشي نقطتين لسلي أيضا نقطتين عبد العزيز الأحميدي نقطتين وأربع نقاط عن طريق كلينت وأربع نقاط أيضا عن طريق اللاعب يوسف برحمة هاي بالنسبة لتسجيل لاعبين نادي كاظم في الربع الأول فاول 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 لمصلحة كاظم بالنسبة لتسجيل الريان القطري جاكسون حطلة ثلاثية ثلاث نقاط عن طريق جاكسون ونقطتين عن طريق عبد الله ياسين إسماعيل وأيضا نقطتين عن طريق ميهو ونقطتين عن طريق مالك سليم وأيضا نقطتين عن طريق محمد فاي 11-14 نتيجة حقيقة ضعيفة نتيجة ضعيفة وأول نقطتين أول نقطتين كلينت شابمان يحط لأول نقطتين في الربع الثاني في الربع الثاني يعني قطر الريان القطري مسجل فقط 11 نقطة في الربع الأول وكاظم أيضا لكويت مسجل 14 نقطة في الربع الأول هذا حمد العلي حمد يا حمد حمد العلي لعب نادي كاظم وعبد الله ياسين حاول يمر جاكسون على السلة جاكسون ويأخذها مرة ثانية محمد فاي محمد فاي وإلى حمد فاي وكلينت شابمان لبلوشي ويصاب الحكم الإيراني غنبري يقول فيه خطأ فني خطأ فني هذا الحكم الدولي الإيراني صادق غنبري في خطأ فني على مدرب نادي الريان القطري اليوناني استرجوس استرجوس في خطأ فني على المدرب اليوناني مدرب الريان القطري وجزاء طبعا الخطأ الفني رمية وحدة والكرة راح تكون أيضا لمصلحة نادي كاظمة لأن الكرة أساسا كانت لكاظمة يسجل 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 الرمية الحرة الكرة لمصلحة نادي كاظمة لأن الكرة كانت في ايد نادي كاظمة الكرة كانت في ايد نادي كاظمة لو كانت في ايد الريان راح تكون الكرة لمصلحة الريان كرة مع لسلي إلى العلي حمد العلي حمد العلي حاول ليمر العلي إلى كلينت شبمان كلينت يلا مرر يا كلينت حمد العلي فاضي كلينت شبمان حمد العلي فاضي كرة مع السليم مالك سليم مالك مالك سليم وفي فاول على عبد الرحمن الجمعة فاول على عبد الرحمن الجمعة حاكم الدولي الإيراني صادق قنبلي يقول فيه فاول فاول شوف الكرة هنا مرة ثانية هنا عبد الرحمن جمعة واقف واقف وثابت واقف وثابت المفروض الكرة فاول هجومي فاول شارج على مالك سليم فاول على مالك سليم الكرة واضحة لأن عبد الرحمن الجمعة ريولة ثابتة ولا تحرك لا يمين ولا شمال مالك سليم هو اللي دخل باللاعب هو اللي دعم اللاعب اضيع منه الثنتين مالك سليم يضيع الثنتين يضيع الثنتين الكرة مع عبد الله ياسين وذفاع من حمد العلي وفي فاول على حمد العلي فاول على حمد العلي الدولي الإيراني قنبري صادق قنبري يقول في فاول على حمد العلي فاول على حمد العلي 17 كاظمو الكويتي 11 الريان القطري في تغيير طلع حمد العلي ونزل مكانه عبدالعزيز ريحان هذا حمد العلي هذا حمد حمد يا حمد نزل مكانه عزيز ريحان كرة مع مالك إلى محمد فاي محمد فاي حاول يمر ودفاع من فاول على عبدالرحمن الفاول الثاني عبدالرحمن الجمعة فاول الثاني عبد الرحمن الجمعة فاولين في أغل من دقيقة يا عبد الرحمن الجمعة جزاء الفاول رميتين رميتين محمد فاي كاظم عليه أكثر من أربع أخطاء كاظم عليه أكثر من أربع أخطاء الريان الغطري عليه ثلاثة محمد فاي الرميات الحرة مهمة اضيع من فاي اضيع من محمد فاي وضيع ثنتين أيضا مالك سليم في الربع الثاني الرمية الثانية محمد فاي والرمية الثانية وأيضاً كرة ضائعة أيضاً كرة ضائعة الرميات الحرة مهمة الريان القطري ضيع أربع رميات في الربع الثاني مالك سليم ضيع ثنتين ومحمد فاي ضيع ثنتين والكرة مع عزيز ريحان عزيز ريحان يمرر إلى ويليمز الضيع من ويليمز يحاولي أخذه مرة ثانية تطلع الكرة أوت لمصلحة الريان القطري هذا خمسة بوبو هذا بوبو لعب رغم خمسة كرة مع محمد باي باي يمر حاول يمر على السلة ياخذها حلوة هو اللي قاعد ياخذ الرباب تحت سلة نادي كاظمة كرة مرة ثانية عبد الرحمن الجمعة عبد الرحمن إلى كلينت شبمان لبلوشي عبد الرحمن الجمعة حاول يمر إلى مرة ثانية لبلوشي إلى الجمعة عبد الرحمن الجمعة على السلة ياخذها مرة ثانية ياخذها بوبو إلى عبد الله ياسين عبد الله ياسين اسمعي عبد الله ياسين يمر يحاول يحط له ثلاثية عبد الله ياسين لكن الحاكم يقول في فاوة صادق قنبري قنبري الإيراني صادق أمبري الحكم الدولي الإيراني يقول في فاوله ثلاث رميات ثلاث رميات لعبد الله ياسين عبد الله ياسين يسجل ولا ما يسجل مالك سليم ضيع ثنتين ومحمد فاي ضيع ثنتين والحين مع عبد الله عبد الله ياسين يسجل ولا ما يسجل عبد الله ياسين إسماعيل الرمية الأولى اضيع الرمية الأولى اضيع من عبد الله ياسين نشوف خمس رميات حرة خمس رميات حرة لأحد الآن الريان القطري ما سجل ولا نقطة في الربع الثاني يسجل أول نقطة يسجلها عبدالله ياسين بالربع الثاني سجل ثلاث نقطة حاطلة ثمتين بالربع الأول وأيضا هذه نقطة بالربع الثاني عبدالله ياسين عبدالله ياسين ويسجل أيضا الثانية طبعا اللاعب صغير عبدالله ياسين يلاعب في دوري تحت 16 سنة هذا ولد اللاعب الدولي ياسين اسماعيل نجم المنتخب القطري ومن أفضل اللاعبين كانوا في الخليج وفي الوطن العربي وفي آسيا كان نجم حقيقة الكابتن ياسين اسماعيل كرة مرة ثانية برحمة الضيع من يوسف برحمة ياسين اسماعيل من اللاعبين المتميزين هذا ولده عبدالله يلعب في دوره تحت 16 سنة لاعب متميز عبدالله ياسين اسماعيل مرة ثانية كرة يقطعها روح يلا عزيز لكن تطلع الكرة تطلع الكرة اوت عبدالعزيز رايحان عزيز رايحان تطلع مننا الكرة اوت هذا عزيز رايحان لاعب نادي كاظمة الكويتي عزيز وفي تغيير في تغيير في وقت مستقطع يطلب مدرب نادي كاظمة مدرب نادي كاظمة بوجان لزك الاسلوفيني يطلب وقت مستقطع 17 كاظمة الكويتي 13 ريان القطري ضمن بطولة دوري السوبر لغرب اسيا وست اسيا السوبر ليغ واصل 2024 من الغسم الثاني والمباراة الثانية اليوم الثلاثاء 22 ثلاثة 2004 من صالة نادي الريان في غطر مباراة حلوة قلنا هذه المباراة التانية إذا فاز كارضما ما راح يلعب المبارات الفاصلة ما راح يلعب المبارات الثالثة خلاص فاز في مبارتين راح يلعب ويغاب الكويت الكويتي راح يلعب مع الكويت الكويتي أما في مبارات الريان شباب الأهلي الإماراتي والمحرق البحريني تعادلوا واحد واحد المبارات الأولى كانت في البحرين فاز شباب الأهلي الإماراتي المبارات الثانية كانت في الإمارات فاز المحرق البحريني تعادلوا واحد واحد مباراتهم القادمة الأسبوع القادم يوم الأثنين يوم الأثنين الفريق اللي راح يفوز في المبارات راح يقابل نادي المنامة المنامة البحريني المنامة البحريني انتهى الوقت المستغطع اللي طلبه مدرب نادي كاظمة بوجان لازك الاسلوفيني كرة لمصلحة الريان الريان القطري مالك سليم مالك سليم مالك سليم يمر إلى فاي 6 دقائق و20 ثانية على نهاية الشوط الأول من المبارات محمد فاي إلى مالك سليم مالك سليم يمر المرة الثانية تحت السلة إلى بوب بوب على السلة حاول يسجل لكن فيه فاول فاول ورميتين فاول ورميتين حكم الدولي اللبناني رباح نجين يقول فيه فاول ورميتين لمصلحة الريان القطري الريان القطري خمس رميات حرة ضياحة فريق الريان في بداية الربع الثاني الرمية الأولى بوبو بوبو أضيع مننا الرمية الأولى بوبو ألا تجي أضيع مننا الرمية الأولى ورح يرمي الرمية الثانية والرميات الحرة مهمة الرميات الحرة مهمة للريان القطري والضيع أيضا من بوبو الرمية الثانية شوف سبع رميات سبع رميات حرة في الربع الثاني يعني لو مسجدين السبع نقاط كان الحين الريان القطري عشرين كاثمه سبعة عشر شوف اش كثر الرميات الحرة مهمة بالنسبة للفريق علشان يفوس في المباراة لازم اللاعب يسجل الرميات الحرة شوف سبع رميات حرة هاي فاط في الربع الثاني يعني نتعونا نحن في نص الربع الثاني يحط له نقطتين حلوة يسجل نقطتين هذا لاعب الريان لاعب الريان يسجل له أيضا نقطتين هذا بوبو يحط له نقطتين لاعب رغم أربعة جاكسون جاكسون هو اللي يحط النقطتين كلين شبان الضيع ياخذها عبدالله ياسين عبدالله ياسين سبع تعش كاثمه الكويتي خمس سعش الريان القطري يحط له الثلاثية الثانية ويحط له الثلاثية الثانية مالك سليم يحط له الثلاثية ثلاثية حلوة أيضا فيه وقت مستغطع شوف مدرب نادي كاثمه أخذ وقتين مستغطعين بعد ما حطوا عليه ثلاثيات ثنتين في أقل من ثلاثين ثانية ثلاثيات ثنتين من الريان القطري وتقدم الريان القطري ثمانتعش وكاثمه الكويتي سبع تعش خمس دقائق واربع تعش ثانية على نهاية الربع الثاني والشوط الأول بين المباراة سجل نقاط تشوف فريق كاثمه لحد الآن في الربع الثاني بس كلينت شبمان مسجل ثلاث نقاط حط له نقطتين وحط له رمية رمية حرة كاثمه يعني نص الغيم الثاني الربع الثاني فقط ثلاث نقاط مسجلين كاثمه سجلهم كلينت شبمان أحمد البلوشي حط له نقطتين في الربع الأول ليسلي أيضا نقطتين عبدالعزيز الأحميدي نقطتين وأيضا كلينت شبمان حط له أربع نقاط وحاليا ثلاث نقاط سبع نقاط ويوسف برحمة مسجل أربع نقاط سكور رعيب حقيقة سكور فريق نادي كاثمه يعني نحن نتكلم النتيجة سبع تعش نقطة كاثمه حط له حد الآن حنا خلصنا الربع الأول وحنا حاليا أيضا في الربع الثاني في نصف الربع الثاني نصف الربع الثاني أيضا الريان القاطري سكورة ضعيف ثمنتعش سبع تعش يعني حقيقة ثمنتعش سبع تعش الفراغ قاعد سجل في كل الربع تقريبا من خمس وعشرين إلى ثلاثين نقطة حاليا سبع تعش كاثمه الكويتي ثمنتعش الريان القاطري كاثمه لازم يسجل ثلاثيات لكاظمو أيضا الريان القطري حاطل ثلاثيات الريان القطري يوسف برحمة مع الكرة إلى ويليامز يمر إلى عبد الرحمن الجمعة عبد الرحمن يوسف برحمة برحمة إلى عبد الرحمن الجمعة تطلع الكرة تطلع الكرة باص من يوسف برحمة إلى عبد الرحمن الجمعة تطلع الكرة في تغيير طلع عبد الرحمن الجمعة نزل لبلوشي هذا عبد الرحمن الجمعة ونزل مكان أحمد البلوشي فاي مع الكرة فاي أحمد فاي حاولي مرر إلى جاكسون مرة ثانية بوبو كرة مقطوعة البلوشي مع الكرة أحمد البلوشي إلى ويليامز ويليامز يحاولي مر ويليامز مع الكرة إلى كلين شيبمان كلينت حاولي مر كلينت شيبمان على السلة كرة ضائعة في فاول فاول على محمد فاي هذا محمد فاي فاول جزاء الفاول رميتين 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 لكاظمة فاول على محمد فاي فاول وهذا بوجان لازك توجيهاته ليوسف برحمة يلا يا كلين الرمية الأولى كلينت شيبمان يسجل كلينت شيبمان يسجل شوف لا حد الآن اللاعب الوحيد اللي مسجل في الربع الثاني كلينت شيبمان كلينت شيبمان مسجل أربع نغاط ولا لاعب من كاظمة سجل أي نقطة في الربع الثاني لا حد الآن يسجل يتغدم كاظمة 19 كاظمة الكويتي 18 الريان القطري كرة مع عبد الله يمرر مالك سلي مرة ثانية يحاولي حطلة ثلاثية ما يسجلها تطلع تطلع الكرة تطلع الكرة اوت لمصلحة كاظ مالكويتي اوت لي كاظ مالكويتي كرة مرة ثانية وليامز مع الكرة وليامز حاول يمرر الى يوسف برحمة الى البلوشي احمد البلوشي تحت السلة كلينت حلوة كلينت شبمان يحط له حلوة نقطتين حلوة يا كلينت يحط له نقطتين كلينت شبمان يحط له نقطتين ايضا لكاظ مالكويتي كاظ مالكويتي متقدم 21 الريان القطري 18 ثلاث دقائق وثلاثين ثانية والكرة مرة ثانية مع برحمة الى كلينت الى برحمة الى البلوشي احمد البلوشي مع الكرة الى يوسف برحمة وليامز وليامز حاول يمر وليامز يمرر تحت السلة يحاول يسجل وياخذها مالك سليم مالك سليم ياخذ الكرة من برحمة الكرة مقطوعة مرة ثانية يلا يا وليامز اسرع يا وليامز الى برحمة يوسف برحمة الى الحميدي عزيز الى الحميدي الى وليامز وايضا كرة ضاعة ياخذها البلوشي احمد البلوشي ويقول باقي ديكتين وخمسين ثانية ولا لاعب من لاعبين كارما سجل اي نقطة في الربع الثاني والكرة مرة ثانية مع مالك سليم مالك سليم مع الكرة الى محمد فاي فاي يمرر الى جاكسون كرة ضاعة من جاكسون عبدالله سليم فاي تحت السلة وفيه كرة مشتركة حكم الدولة الايراني قنبري يقول كرة مشتركة والسهم سهم الحياسة لنادي الريان شوف الكرة هني مرة ثانية حاول ياخذها هني 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 الحكم حسب كرة مشتركة بين محمد فاي ويوسف برحمان والدولي السوري زين وسام زين حكم الدولي السوري كرة لمصلحة الريان القطري دقيقتين واثنين وثلاثين ثانية على نهاية الشوط الأول من المباراة محمد فاي يمرر إلى عبدالله عبدالله مرة ثانية إلى نايك جرافن نايك جرافن عبدالله ياسين عبدالله ياسين يحاول يمرر مرة ثانية إلى بوبو بوبو شيلها حلوة لين جايب مني شيء للكرة وفيه مخالفة الأربعة وعشرين ثانية مخالفة الأربعة وعشرين ثانية أربعة وعشرين ثانية يجب المصلحة كاظمو الكويتي واحد وعشرين ثمنتعشر دقيقتين وثمنتعشر ثانية على نهاية الربع الثاني والشوط الأول من المباراة وفيه وقت مستقطع فيه وقت مستقطع يطلب مدرب الريان القطري مدرب الريان القطري شوف هنا قلنا في الربع الثاني هو مسجل فقط سبع نقاط ثلاث نقاط عن طريق الرميات الحرة وحاة ثنتين ثنتين بالنسبة لباجي اللاعبين لاعبين نادي كاظمة ولا لاعب سجل أي نقطة لا حد الآن ولا نقطة من لاعبين نادي كاظمة فقط لاعب واحد هو اللي مسجل أيضا بالنسبة للمحترفين محترفين نادي كاظمة ليسلي ترافس مسجل فقط نقطتين أيضا وليامز لي حد الآن ممسجل ولا نقطة يعني لا وليامز مسجل ولا نقطة مسجل أيضا ليسلي مسجل فقط نقطتين أحمد البلوشي نقطتين عبد العزيز الحمدي نقطتين يوسف برحمه أربع نقاط يعني حنا على وشك انتهاء الشوط الأول من المبارات نتيجة فعلا وايض ضعيفة يعني النتيجة تتكلم عن 21 كاظمة 18 الريان القاطري هذه ابترض هذه النتيجة في ربع واحد يعني في عشر دقائق ومفروض تكون أكثر أيضا من في الربع الأول يعني في عندي يقعد سجل ثلاثين نقطة وخمسة وثلاثين نقطة في الربع الواحد هذا المدرب بوجان لازك الاسلوفيني انتهى الوقت المستغطع اللي طلبه مدرب نادي الريان القاطري الكرة لمصلحة كاظمة الكويت كاظمة الكويت يوسف برحمه إلى وليامز وليامز مع الكرة يلا يا وليامز وليامز أليجة يمر الحميدي عبد العزيز الحميدي مع الكرة يحاول يمر الحميدي ويشيلها يشيلها حلوة والكرة مع عبدالله عبدالله ياسين عبدالله ياسين الله حلوة كلينت شبمان يشيل لكرة حلوة حلوة كلينت يشيل لكرة من بوبو حلوة دفاع قوي دفاع قوي حقيقة نحن اللي قاعد نشوفها كلينت شبمان هو الوحيد اللي موجود في الملعب هو اللي ياخذ ريباند هو اللي يسجل هذا كلينت هذا كلينت شبمان الكرة مع البلوشي أحمد البلوشي إلى عبد العزيز الحميدي إلى البلوشي إلى كلينت شيبمان كلينت كلينت شيبمان مع الكرة يحاول على السلة والضيع يأخذها مالك سليم هجمة للريان القطري وعلى السلة كرة مقطوعة وفي فاول فاول صفر الحاكم الدولي السوري وسام زين يقول في فاول على لاعب نادي كاظمة فاول 21 كاظمة الكويتي 18 الريان القطري وباقي دقيقة و18 ثانية هذا الحاكم الدولي السوري وسام زين وايضا الحاكم الدولي اللبناني رباح نجيم هذا رباح نجيم تم اختياره من أفضل 40 حكم على مستوى العالم راح يحكم في أولمبيات فرنسا هذا الحاكم اللبناني رباح نجيم من الحكام قلنا المتميزين ويصفر يقول فيه راح نشوف الكرة بالإعادة بالبطيئة مرة ثانية الأيرلس الأيرلس رباح نجيم هذا الرباح نجيم اللبناني اللي قلنا تم اختياره لتحكيم في أولمبيات فرنسا 2024 وأيضا ما ننسى أيضا حكمنا الدولي الكويتي محمد العميري أيضا حكم النهائيات الخليجية والعربية والأسيوية وأيضا حكم في الأولمبيات وحكم في كاس العالم أيضا عندنا حكم متميز محمد العميري حكم حكم في كل مكان ويتم اختيار أيضا من الدول في دورياتهم دوريات العربية والخليجية والأسيوية محمد العميري شوف الحكام التجهوا على يشوفون الكرة مرة ثانية بالبطيئ الأيرليس شوفون الكرة الكرة لمصلحة أي فريق هل هي فاول أو في مخالفة هذا الكابتن استيرجوس اليوناني والحكام الثلاثة بعدين تشاورون وشن الغرار النهائي اللي رح يعطونا في آخر دقيقة وثمنتاعش ثانية دقيقة وثمنتاعش ثانية على نهاية الشوط الأول من المباراة الشوط الأول من المباراة 21 كارض مالكويتي 18 ريان الغطري في بطولة دوري السوبر لغرب آسيا وست آسيا سوبر ليغ واصل 2024 في الغسم الثاني في المباراة الثانية اليوم الثلاثة 12-3-2024 من صالة نادي الريان في قطر المباراة الثانية اذا فاز كاظمة قلنا خلاص راح يصعد الى الدور الثاني اذا فاز الريان الغطري راح تكون في مباراة ثالثة مباراة فاصمة اللي راح يفوز هادي ني لحد الان الحكام قاعدين يتشاورون شنو الغرار خلنشوف الغرار اللي راح يتخذونا الحكام والله يطوله الحكام في اتخاذ الغرار طوله الحكام في اتخاذ الغرار يعني مو عارفين هل هو من اللاعب المفروض يرجعون خلاص الآيرلس وعط قرارك تأخروا ثلاث حكام تأخروا في اعطاء الغرار يعني هل هم شافوا الكرة بالبطيئ الآيرلس يعني فعلا في مدة طويلة مدة طويلة حكام ثلاثة دوليين الدولي رباح نجيم اللبناني شوف الحكم الدولي السوري صفر فاول متعمد فاول متعمد الحكم الدولي السوري ويسام زين من عليه الفاول متعمد خلنشوف شنو الغرار ومن عليه الفاول متعمد ويسام زين ايضا هنه الحكم الدولي اللبناني رباح نجيم شوف الغرار رباح نجيم اتجه لمدرب نادي كاظمة فاول متعمد رميتين واستحوان جاكسون الرمية الاولى يسجل جاكسون وايت سجل الرمية الاولى راح يرمي الرمية الثانية حكم الدولي اللبناني رباح نجيم هذا رباح هذا البلوشي رمية ثانية سجل ايضا الرمية الثانية واحد وعشرين كاظمة الكويت وعشرين الريان القطري دقيقة وثمنتعش ثانية على نهاية الربع الثاني والشوط الأول من المباراة والكرة مع نايك غرابن غرابن يمرر مرة ثانية عيلا جاكسون عبدالله ياسين نايك غرابن حاول يمرر كرة مقطوعة ياخذها برحمة يوسف برحمة برحمة ويحط لنقطتين يوسف برحمة يوسف برحمة شوف باقي خمسة وخمسين ثانية على نهاية الربع الثاني فقط لاعب واحد من نادي كاظمة اللي هو يوسف برحمة هو اللي يسجل نقطتين وايضا كلينت شابمان مسجل سبع نقاط مسجل سبع نقاط كورا ليه مصلحة اني هذا الحكم الدولي السوري وسام زين وسام زين ايضا نشوف في غراب فاول فاول للريان القطري يسجل جاكسون يسجل جاكسون يسجل حسب ايضا في خطأ فني ولا في رميتين لانه كاظمة عليه اكثر من اربع فاول الرمية الثانية جاكسون يسجل ايضا جاكسون الرمية الثانية لفريق الريان اربعين ثانية على نهاية الشوط الاول من المباراة ثلاثة وعشرين كاظمة الكويتي اثمينة وعشرين الريان القطري لبلوشي يوسف برحمة تحت السلة كلينت حلوة حلوة كلينت شابمان يسجل ايضا نقطتين قال يلك هو الوحيد اللي موجود في الملعب كلينت شابمان هو اللي يسجل وهو اللي ياخذ الريباند هو اللي يسوي اللي بلوك هو اللي قاع يسوي كل شي كلينت شابمان حلوة كرة مرة ثانية عبدالله ياسين عبدالله ياسين اسماعيل يحاول يمر مرة ثانية الى نايك اقرابين نايك وحط لثلاثية شوف بعد نهاية الاربع وعشرين ثانية الهجمة رمى الكرة قالها اي شي شوف 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 ياخذ قالها اي شي واتخلت الكرة ثلاث نغاط سجل ثلاث نغاط نايك اقرابين هذا نايك اقرابين حاطلة ثلاثية حاطلة ثلاثية وهذا مدرب الريان القطري استيرجوس كوبوس اليوناني خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين الريان القطري خمسة وعشرين كاظمو الكويت وباقي ثلاث ثواني ثلاث ثواني وواحد ثلاثين جزء من الثانية يسجل كارما في الثلاث ثواني او يخطف الكرة الريان القطري تعادل خمسة وعشرين خمسة وعشرين في نهاية الربع الثاني والشط الأول من المباراة شوف مثل ما قلنا يعني سكور ضعيف سكور ضعيف خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين الريان القطري خمسة وعشرين كاظمو الكويت وباقي ثلاث ثواني على نهاية الربع الثاني والشوط الأول من المباراة شوفوا الكرة هنا نين مدرب أعطى الخطة هل يدخل اللي هو وليامز يأخذ الكرة ويدخل على السلة او يحط له ثلاثية يصارب ثلاثية بأسرع وقت لأنه ثلاث ثواني كرة لمصلحة نادي كاظمة انتهى الوقت المستقضع يطلبه مدرب نادي كاظمة الكرة لكاظمة تحت السلة تحت سلة نادي كاظمة راح تكون هجمة سريعة ثلاث ثواني الكرة مع وليامز وليامز راح يمر وليامز يمر الى كلينت شاب ماان كلينت ويصفر يصفر الحاكم معلن عن نهاية الربع الثاني والشوط الأول من المباراة خمسة وعشرين كاظمة الكويتي خمسة وعشرين الريان القطري ضمن بطولة دولة السوبر لغرب أسيا وست أسيا سوبر ليج واصل الغسم الثاني اليوم الثلاثاء قلنا 12-3-2024 من صالة الريان في غطر صالة الريان في غطر خمسة وعشرين خمسة وعشرين طبعاً مع نهاية الشوط الأول من المباراة تقبلوا التحيات معلغ المباراة علي الشطلي إلى نلتقي معكم في الشوط الثاني مع السلامة بسم الله الرحمن الرحيم علي الشطي حييكم مرة ثانية من صالة نادي الريان القطري في غطر لأنقل لكم أحداث الشوط الثاني من مباراة كاظما الكويتي والريان القطري الذي انتهى الشوط الأول 25 كاظما الكويتي 25 الريان القطري في بطولة دوري السوبر لغرب آسيا وست آسيا سوبر ليغ وصل وحط لثلاثية بداية الشوط الثاني بداية الشوط الثاني كلينت حط لثلاثية حلوة حلوة يا كلينت أيضاً ثلاثية لكلينت 25 كاظما الكويتي بنهاية الشوط الأول 25 الريان القطري قلنا السكور ضعيف مباراة حقيقة مستواها مستوى نقول مقبول حقيقة من البريقين يعني كاظما الكويتي في الربع الأول مسجل 14 نقطة في الربع الثاني مسجل 11 نقطة العكس صحيح الريان القطري في الربع الأول مسجل 11 الربع الثاني سجل 14 يعني كلينت شبمان مسجل 13 نقطة لاعبين كاظما كلهم مسجلين 12 نقطة يعني نشوف فريق كامل لاعبين كلهم مسجلين فقط 12 نقطة وكلينت مسجل 13 نقطة في الشوط الأول اضع الرمية الأولى من محمد باي يسجل الرمية الثانية محمد باي لاعب الريان القطري كنا نتمنى حقيقة نشوف مباراة أغلى مباراة أفضل من هذا المستوى يعني أيضا حتى محترفين نادي كاظما يعني لسلي مسجل نقطتين وليامس ولا نقطة يعني شوط كامل مباراة يعني المباراة شوط كامل ربعين عشرة وعشرة دقايق الكرة مع كلينت أضيع تطلع الكرة آوت تطلع الكرة آوت لمصلحة الريان القطري مصلحة الريان القطري سجل طبعا نقاط أحمد البلوشي مسجل نقطتين وليسلي ترافس مسجل نقطتين وعبد العزيز الحميدي مسجل أيضا نقطتين يوسف برحمة ست نقاط وكلينت شبمن مسجل ستعش نقطة لحد الآن هذه بالنسبة لي تسجيل لاعبي النادي كاظما لحد الآن كرة مع محمد فاي محمد فاي يحاول يمر فاي وتحت السلة يشيلها لسلي يشيلها لسلي والحاكم يقول في فاول الحاكم الدولي الإيراني صادق قنبري يقول في فاول على لسلي فاول على لسلي 28 كاظما الكويتي 26 الريان القطري في بداية قلنا الربع الثالث من المباراة عبدالله ياسين عبدالله ياسين يحاول يمر مرر مرة ثانية إلى نايك يحاول يسجل وما يسجل هياخذها كلينت شبمن كلينت تمريرة سريعة على السلة ويحط لها نقطتين حلوة يلا يا لسلي لسلي يحط لها نقطتين أيضا لكاظما الكويتي هذا لسلي لسلي يحط لها نقطتين يسجل أربع نقاط لحد الآن لسلي كرة ميهو مع الكرة هذا ميهو ميهو تمريرا لمحمد فاو تطلع الكرة تطلع الكرة أوت تطلع الكرة أوت لمصلحة كاظما الكويتي لمصلحة كاظما قلنا طبعا إذا فاز فريق كاظما اليوم خلاص راح يكون هو يتأهل للدور الثانية راح يلعب مباراة في تاريخ 25 ثلاثة مع نادي الكويت في المباراة الأولى 25 ثلاثة ومباراة الثانية في واحد أربعة طبعا أنا أشكر مدير كرة السلة في نادي الكويت سيد بدر العصيمي هو اللي دزلي الجدول عطاني الجدول السيد بدر العصيمي مدير كرة السلة في نادي الكويت ورئيس ونائب رئيس نادي الكويت بدر العصيمي بعض الجدول علشان يعطيني التواريخ ومثل المباريات قال لي 25 ثلاثة اللي راح يلعب بالكويت الكويتي إذا فاز كاظما في المباراة هذه الثانية أيضا المنام البحرين راح يلعب 26 ثلاثة مع الفريق الفايز من المحرق البحريني وشباب الأهلي الإماراتي كاظما يعني عنده مباراة إذا فاز في المباراة هذه راح يلعب مع الكويت 25 ثلاثة إذا خسر هالمباراة راح يلعب مباراة فاصلة في تاريخ 19 19 ثلاثة الرمية الأولى نايك نايك يسجل نايك يسجل الرمية الأولى راح يرمي الرمية الثانية نايك إقرابن والرمية الثانية ويسجل يسجل الثنتين يحط الثنتين نايك إقرابن هذا نايك إقرابن غرب آسيا واسيا واسيا سوبر ليغ واصل 2024 غسم الثاني والمباراة الثانية اليوم الثلاثة 12 ثلاثة 2024 من صالة نادي الريان في قطر في قطر سليم مع الكرة مالك يمرر حاول يحط ثلاثية ما يسجلها ياخذها برحمة يوسف برحمة مع الكرة يوسف إلى لبلوشي لبلوشي تحت السلة لسلي يحط لنقطتين حلوة تمريرة حلوة من لبلوشي تمريرة حلوة من لبلوشي إلى لسلي شوف 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 تمريرة أحمد لبلوشي إلى لسلي يسجل نقطتين حلوة حلوة لبلوشي تمريرة حلوة الى الاسلي ويحط لها نقطتين والكرة مرة ثانية مع نايك قرابن يمرر الضيع الضيع ياخذها برحمة لكن تطلع الكرة اوت لمصلحة الريان هذا يوسف برحمة يوسف برحمة مسجل ست نقاط حط أربع نقاط في الربع الأول ونقطتين في الربع الثاني كرة لمصلحة الريان هذا اللعب راغم خمسة بوبو بوبو الاجي تغيير هذا بوبو الاجي ويصفر الحكم يقول فيه فاول ونقطتين عبدالله ياسين عبدالله ياسين يحط له نقطتين وايضا في رمية إضافية ايضا شوف 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 فاول فاول من عليه فاول على كلينت شبمان كلينت شبمان عبدالله ياسين يسجل النقطتين وايضا رمية إضافية عبدالله ياسين وتطلع الكرة وما يسجلها ما يشيلها يشيلها كلينت كلينت يشيل الكرة وهي نجم المباراة نجم المباراة كلينت شبمان هو اللي ياخذ الريباون وهو اللي يسجل وهو اللي يدافع كلينت شبمان كرة مع البلوشي أحمد البلوشي مرر إلى لسلة تمريرة سريعة عبد العزيز وضع من الحميدي عزيز الحميدي اليوم مباين أبدا عبد العزيز الحميدي مباين مسجل فقط نقطتين في الربع الأول نقطتين فقط عبد العزيز الحميدي في الربع الأول كرة مع مالك مالك سليم أيضا كرة ضائعة كرات لعضيع من الفريقين مباراة حقيقة المستوى عبد يعني ما نشوف مستوى عالي ما نشوف في شيء متميز يعني فقط يعني أنا اللي قاعد أشوف كلينت شبمان هو نجم المباراة لحد الآن مسجل 16 نقطة هذا كلينت كلينت شبمان يأخذها مرة ثانية لسلة الضيع وأيضا في فاول فاول ورميتين هذا لسلة ليس ليه أيضا نشوف فريق أيضا الريان النقاطري الريان النقاطري جاكسون مسجل 9 نقاط يعني ما فيه الخمس نقاط مالك سليم كلها على نقطتين واربع نقاط يعني كل حتى لاعبين نادي كاظمة لاعبين كاظمة أيضا تكلم عن يوسف برحمة مسجل 6 عبد العزيز الأحميدي مسجل نقطتين يعني ما فيه أحمد البلوشي مسجل أيضا نقطتين نعبين السكور نازل السكور غليل السكور غليل بالنسبة للبريغين الضيع من لسلة الرمية الحرة 33-30 كاظمة الكويتية متغدم عن ريان القطري من هو يحاول يحط لها ثلاثية ما يسجلها يأخذها كلين تشيبمان إلى أحمد البلوشي 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 مرر إلى برحمة يوسف برحمة إلى أحمد البلوشي البلوشي يحط لها ثلاثية حلوة أحمد البلوشي ساحر كرة السلة الكويتية شوف شوف هذا البلوشي هذا أحمد البلوشي يحط لثلاثية حلوة يا أحمد ثلاثية حلوة لكاظمان الكويتي وميهو يحط لثلاثية أيضا ميهو يحط لثلاثية لعب الريان القاطري يلا خنشوف مباراة حلوة خنشوف نقاط خنشوف مستوى حقيقة يعني بطولة السوبر آسيا السوبر آسيا ليك فاول ورميتين فاول على مالك سليم فاول على مالك سليم هذا كلينت شبمان كلينت شبمان 16 نقطة مسجل كلينت شبمان 16 نقطة وأيضا في المباراة الأولى مسجل 19 نقطة أيضا في المباراة الأولى مسجل 19 نقطة وحاليا 16 نقطة كلينت شبمان وهذا المدرب سيرجوس كوفوس اليوناني يلا يا كلينت أكلنت إلى البلوشي أحمد البلوشي إلى أكلنت شبما تمريرها حلوة برحمة برحمة ضيع يحاول يأخذها مرة ثانية تطلع الكرة أوت لمصلحة كاظما هذا ميهو المسهة الكرة آخر لعب هو لمسها ميهو طلعت الكرة أوت لمصلحة كاظما أحمد البلوشي كاظما الكويتي مع الكرة أحمد البلوشي يحاول يسجل يأخذها محمد فاي فاي يمر إلى نايك نايك غرافن يحاول يمر يحاول يحط له ثلاثية وضيع محمد فاي يأخذها تحت السلة وضيع في فاول ما فيه ما فيه شيء يلا ريباوند كرات سهلة آه يلا البلوشي حاول يهدي أحمد البلوشي أحمد البلوشي مع الكرة كاظما الكويتي أحمد البلوشي يمر تحت السلة حاكم يصفر يصفر يقول في فاول فاول على ميهو هذا ميهو أيضا فاول على ميهو لعب الريان القطري ستة وثلاثين ثلاثة وثلاثين ستة وثلاثين ثلاثة وثلاثين يعني أنا أتوقع أي فريق لو يكون في مستوى يعني الريان القطري أو كاظما الكويتي في مستوى راح يكون الفرق مو أقل من عشرين نقطة هو متقدم مو أقل مو أقل من عشرين نقطة الفريقين حقيقة اليوم مو مستوى الفريقين أبدا مو مستوى الفريقين لا الريان القطري ولا كاظما الكويتي وفاول محمد باي فاول فاول لبلوشي هذا أحمد لبلوشي فاول لمصلحة لبلوشي جزاء الفاول أكيد رميتين أنا داخل على السلة أحمد لبلوشي يصبر الحكم ستة وثلاثين كاظما الكويتي ثلاثة وثلاثين الريان القطري الرمية الأولى أحمد لبلوشي الرمية الأولى لبلوشي الضيع الضيع من أحمد لبلوشي خمس نقاط مسجل لحد الآن أحمد لبلوشي حاطلة ثلاثية وحاطلة نقطتين بالربع الأول لبلوشي الرميات الحرة مهمة أحمد لبلوشي الرمية الثانية لبلوشي يسجل أحمد لبلوشي يسجل الرمية الثانية يسجل الثانية ستة وثلاثين كاظما الكويتي سبعة وثلاثين كاظم الكويتي الريان يحط لثلاثية حلوة شوف نايك قرابن نايك يحط لثلاثية للريان الغطري من ابعيد نايك قرابن يحط لثلاثية حلوة حلوة يا نايك نايك قرابن ثلاثية حلوة وفي وقت مستقع يطلبه مدرب نادي كاظما. مدرب نادي كاظما يطلب وقت مستغطى ثلاثية حلوة من نايك غرابين. لعب الريان القطري. امسجل لحد الآن ثمان نقاط. نايك غرابين. ثمان نقاط. كاظما الكويتي. ريان القطري. بطولة دوري السوبر لغرب اسيا. ويس اسيا سوبر ليج واصل الفين واربعة وعشرين. في القسم الثاني. والمباراة الثانية. اليوم الثلاثاء. اتناعش ثلاثة الفين واربعة وعشرين. في صالة نادي الريان في غطر. مباراة مهمة بين الفريقين. الريان يبي يفوز علشان يلعب مباراة فاصلة. يلعب مباراة فاصلة. كاظما يبي يفوز علشان يقول خلاص. خلال يلعب هالمباراتين. وفوز والعب مع الكويت. من غير ما يلعب مباراة ثالثة. من غير ما يلعب مباراة ثالثة. لان في المجموعة باء ايضا هناك مجموعة المنامة. اللعبوا المحرق البحريني مع الشباب الاهلي الاماراتي. المباراة الاولى فاز الشباب الاهلي الاماراتي. المباراة الثانية فاز المحرق البحريني. راح يلعبون مباراة فاصلة. يوم الاثنين القادم يلعبون مبارات فاصلة اللي يفوز من المحرق البحريني شباب الاهلي الإماراتي ال tv يلعب المنام البحريني بتاريخ 26 و texting x5 تاريخ 26 و texting x29 واللي يفوز من الريان القطري كاظم الكويتي يلعب معنادي الكويت في 25 و texting xids بالنسبة للمبارات الأولى بالنسبة للفريقين تحت السلة يحط لنقطتين حلوة لسلي ترافس لسلي ثمان نقاط مسجل لحد الآن لسلي ترافس كرة مع عبدالله عبدالله ياسين عبدالله ياسين حاول يمر مع الكرة عبدالله ياسين حلوة عبدالله ياسين إلى مالك مالك سليم ويحط لثلاثية مالك سليم ثلاثية حلوة ثمان نقاط مسجل مالك سليم حلوة يا مالك حط لثلاثية 37 كاظ مالكويتي 33 الريان القطري لبلوشي الى ليسلي برحمة يوسف برحمة حاول يمر على السلة برحمة ويحط له نقطتين حلوة يوسف برحمة ايضا يحط له نقطتين 8 نقاط مسجل يوسف برحمة نقطتين لكاظ مالكويتي مالك سليم الى محمد فاي مالك سليم مرة ثانية نايكي غربين مع الكرة يحاول يمرر مرة ثانية لعبدالله ياسين ويحاول وفيه فاول فاول على لسلي ويضا فيه خطأ فني فيه خطأ فني على لسلي على لسلي على لسلي ثلاث رميات راح تكون لعبدالله ياسين وفيه خطأ فني حسب الحكم خطأ فني خانشوف ها فيه خطأ فني على عبدالله عبدالله ياسين هذا يلا كلينت كلينت واضضيع الضيع من كلينت الضيع من الرمية من كلينت شابمان هاي الخطأ الفني الخطأ الفني اللي كان على عبدالله ياسين خطأ فني هذا عبد الله ياسين إسماعيل عبد الله ياسين إسماعيل حسب الحكم عليه خطأ فني خطأ فني كرة أيضا لمصلحة نادي كاظمة شوف لأنه بالق بالق أنه عمل في فاول لكن الحكم على طول عطاه خطأ فني ما حسب الفاول يعني عملية تمثيل كانت من عبد الله ياسين مالك حاول يحط له ثلاثية حلوة مالك سليم ثلاث ثلاثيات مسجل ثلاث ثلاثيات مالك سليم شوف شوف هذا مالك هذا مالك سليم يحط له أيضا ثلاثية حلوة ثلاثية حلوة من مالك سليم لبلوشي يأخذها مرة ثانية نايك قرابل نايك قرابل سبعة وثلاثين كاظمة القويتي تلاثة وثلاثين الريان القطري توقف فيه بعد ثلاث نقاط للريان فيه ثلاث نقاط للريان هل تسجلت الثلاث نقاط خنشو كاظمة سبعة وثلاثين 33 الريان لمصلحة الريان حاكم الدولي رباح نجيم وايضا الايراني صادق قنبري في رميتين مالك سليم مالك سليم رميتين هذا مالك 11 نقطة مسجل مالك سليم ويسجل مالك سليم يسجل الرمية الأولى مالك سليم رح يرمي الرمية الثانية مالك سليم الرمية الثانية للريان ويسجل أيضا مالك سليم الرمية الثانية حط إثنتين 37 كاظما لكويتي الريان الغطري المفروض الاسكور يتعدل الريان الغطري أكثر من 33 أكثر من 33 ثمانية وعشرين ثانية على نهاية الربع الثالث من المبارات يوسف برحمة إلى وليمز يمر إلى يوسف الحميدي عزيز تحر تسل الله حلوة تمريرة حلوة من عبد العزيز شوفوا الحميدي إلى كلين شاب مان نقطتين حلوين نقطتين حلوين دانك حلو من كلين شاب مان وفي فاول فاول صفر الحكم في وقت مستغطع في وقت مستغطع وقت مستغطع يطلبها مدرب نادي الريان القطري مدرب نادي الريان القطري يطلب وقت مستغطع سبعة وثلاثين ثلاثة وثلاثين توا مالك سليم حط له نقطتين بالفاول لازم يتعدل السكور السكور ليس هذا السكور كاطم الكويتي سبعة وثلاثين الريان القطري ثلاثة وثلاثين وقت مستغطع بدأ يعني لاعبين خنقول يوسف برحمة سجل نقطتين والربع الثالث كلين شبمال سجل خمس نقاط ليسلي سجل ست نقاط أحمد البلوشي سجل أربع نقاط بدأ فريق نادي كاطمة يسجل نقاط أكثر يسجل نقاط سبعة وثلاثين نقطة لحد الآن مسجل كاطمة يعني أعلى سكور سجل كاطمة في الأربع الثلاثة اللي لعبهم في الربع الأول سجل أربعة وثلاثين في الربع الثاني حاليا مسجل سبعة وثلاثين نقطة فريق نادي كاطمة وقت مستغطى كاطمة ذا فاص طبعا راح يرتاح راح يرتاح انه ما يلعب مباراة ثالثة ما يلعب مباراة فاصلة ما يلعب مباراة ثالثة راح يكون خلاص راح يلعب مع الكويت الكويتي في تاريخ خمسة وعشرين ثلاثة ومباراة الثانية راح تكون في واحد أربعة والمباراة الثالثة راح تكون في خمس ساعش أربعة هاي بالنسبة لمواغيت وأيام اللي راح يلعب بيها كاطمة الكويتي والكويت الكويتي وأيضا المنامة البحريني والفريق اللي راح يفوز من المحرق ومن شباب الأهلي الإماراتي قلت لك أظن أشكر مدير كرة السلة في نادي الكويتي سيد بادر العصامي هو اللي عطاني الجدول وأيام وتاريخ مباريات البطولة مشكور كابتن بادر العصامي وجان لازك كرة مرة ثانية الريان القطري يمرر محمد فاي تحت السلة ميهو ميهو يحاول يمر ودفاع من كلينت 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 يا سلام عليك يا كلينت يا سلام عليك يا كلينت شبمان دفاع قوي دفاع قوي من كلينت شبمان وهو اللي ياخد الرباب وهو اللي يسجل وفي فاول على عبدالله ياسين عبدالله ياسين اسماعيل هذا اللي بلوشي فاول شوف الريان 44 كاظمال كويتي 43 دعنا أقول لك السكور فيه غلط السكور فيه كان غلط الريان هو اللي متقدم 44 الريان القطري 43 كاظمال كويتي فارق نقطة الريان متقدم 9 ثواني على نهاية الربع الثالث من المبارات لأن مالك حطلة ثلاثية ما سجلوها وأيضا حط نقطتين ما سجلوا من أول يعني كانت فيه نقاط لفريق الريان ما تسجلت النقاط والحاكم مرة ثانية كفاية ياخدها عبدالله ياسين وباقي 9 ثواني هاي طبعا بداية الربع الرابع يعني حتى الوقت حنا معارفين حتى الوقت الوقت مو عارفين متى طبعا صفر الحكم ومتى ما انتهت الفترة حتى الان صراحة مو عارفين لا لسكور ولا بداية الربع الرابع بداية الربع الرابع وعبدالعزيز الحميدي يحوط لنقطتين حلوة يا عزيز عبدالعزيز الحميدي يحوط لنقطتين لفريق نادي كاظمة ومرة ثانية على السلة الضيع ياخدها برحمة 45 كاظمة الكويتي 44 الريان القطري حقيقة خصوصا في نهاية الفترة الثالثة لا شفنا السكور صح ولا شفنا الساعة صح وتحت السلة كلينت شيبمان يحوط لنقطتين حلوة يا كلينت كلينت شيبمان يحوط لنقطتين ويتغدم كاظمة 47 كاظمة الكويتي 44 شف هذا كلينت هذا كلينت شيبمان يحوط لنقطتين حلوين 47 كاظمة الكويتي 44 الريان القطري وفي فاول فاول آخر 8 دقايق و10 ثواني على نهاية المباراة كاظمة الكويتي والريان القطري في بطولة دوري السوبر لغرب آسيا ويس آسيا سوبر ليغ واصل 2024 المباراة الثانية المباراة الثانية والكرة مع نايك إغرابن نايك إغرابن والرمية الأولى يسجل يسجل نايك إغرابن الرمية الأولى رح يرمي الرمية الثانية نايك إغرابن والرمية الثانية للريان ويسجل أيضا الرمية الثانية نايك إغرابن كرة مع وليمز يلا يا وليمز وليمز ممسجل ولا نقطة لا حد الآن وليمز أليجا وليمز مرة ثانية إلى يوسف برحمة يوسف برحمة يمرر إلى الحميدي عزيز والضيع يأخذها مرة ثانية عبدالله ياسين يمرر إلى هذا عبدالله ياسين مرة ثانية عبدالله ياسين الضيع حكم يصافر يقول فيه فاول فاول على كلينت شبمان هذا فاول تعب والله إنه تعب كلينت شبمان هو اللي يدابع هو اللي يأخذ ريباون هو اللي يبي يسجل كلينت شبمان لاعب الكويت عبدالله ياسين الرمية الأولى الرميات الحرة مهمة عبدالله يسجل يسجل عبدالله ياسين يسجل الرمية الأولى رمية الثانية عبدالله ياسين تعادل سبعة واربعين سبعة واربعين ويسجل ويتغدم يتغدم فريق الريان القطري ثمانية واربعين الريان القطري سبعة واربعين كارما الكويتي والكرة مع عبدالعزيز الحميدي عزيز الى ويليامز ويليامز ووضع من ويليامز اخذها كلينت ووضع ايضا من كلينت وتطلع الكرة اوت تطلع الكرة اوت لمصلحة فريق الريان القطري شوف الكرة هنا مرة ثانية حاول ياخذها طلعت من الحميدي عبدالعزيز عبدالعزيز الحميدي كرة مرة ثانية عبدالله ياسين عبدالله ياسين حاول يمرن مرة ثانية الى نايك اقربن نايك مع الكرة على السلة نايك ويحط له نقطتين يحط له نقطتين وايضا في فاول فاول نقطتين نايك اقربن والحكم الدولي السوري حافظ الحلب يقول في فاول على ويليامز شوف هنا الفاول حسب فاول على ويليامز فاول على ويليامز هذا ويليامز والحكم الدولي وسام زين وايضا رباح نجي من الحكم الدولي اللبناني في وقت مستقطع يطلب مدرب نادي كاظما واخد مستقطع بحسر مباراة قالنا مهمة بالنسبة للفريقين مهمة بالنسبة للفريقين كاظما يبي يفوز وما يبي يلعب المباراة Semper الريان القاطري يحرران بطبع مباراة ثالثة اي فريق ساري بطبع في الربع الاول سجل 14 نقطة في الربع السيحةpty في الربع الثالث سجل 18 نقطة الريان القطري في الربع الاول 11 نقطة في الربع الثاني 14 نقطة والربع الثالث 19 نقطة تهى طبعا الربع الثالث الريان القطري كان 44 كاظمة الكويت 43 حاليا النتيجة 50 الريان القطري 47 كاظمة الكويت انتهى الوقت المستقطع نطلبه مدرب نادي كاظمة بوجان لازك كرة لمصلحة الريان القطري في رميات حرة الريان القطري هو اللي متقدم 50 الريان القطري 47 كاظمة الكويت يسجل يسجل ايضا الرمية الاضافية نايش اقربين كرة مع الاحمادي عزيز الى وليمز يلا يا وليمز 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 مع الكرة وليمز يأخر يأخر وبعدين يصير عليه الدبل شوف ثلاث لاعبين على وليمز وليمز لاحد الان قاضم الكرة بي ده مرر الكرة العب باص بسرعة انت ثلاث لاعبين عليك يعني عندك ايضا لاعبين اثنين فاضين من فريق نادي كاظمة طلع الكرة من ايدك بسرعة يلا معاك الكرة طلعها بسرعة في فاول متعمد فاول متعمد فاول متعمد على نايك اقربين لاعب الريان القطري وهذا الحاكم الدولي السوري وسام زين شوف هني هني فاول 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 متعمد فاول متعمد على نايك اقربين وجزاء الفاول المتعمد رميتين والسحوات يلا يا وليمز سجل لك نقطة يا وليمز هذا وليمز هذا وليمز 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 اليجا عندك رميتين والكرة ايضا لمصلحة كاظمة والرميات الحرة مهمة يسجل وليمز اليجا يسجل الرمية الاولى راح يرمي الرمية الثانية وليمز الرميات الحرة يسجل حلوة يا وليمز يسجل اول نقطتين له في المباراة وليمز نقطتين ايضا الكرة لمصلحة نادي كاظمة ايضا لكاظمة احمد اللي بلوشي واحد وخمسين تسعة واربعين الريان القطري متقدم وباقي ست دقايق وخمسة وعشرين ثانية على نهاية المباراة احمد اللي بلوشي الى برحمة يوسف برحمة الى كلينت شبمان كلينت كلينت يا كلينت كلينت شبمان حلوة حلوة كلينت شبمان قايلك هو المشكل الخطورة هو الافضل في المباراة كلينت شبمان حلوة 22 نقطة مسجل لحد الان كلينت شبمان وغير الريباوند وغير الاسست حقيقة لعب لعب المباراة اللي طافت ايضا المباراة الاولى اللي كانت مع الريان هو اللي كان الافضل واليوم ايضا هو الافضل كلينت شبمان اذكرات اه مع محمد فاي محمد فاي الضيع يصفر الحاكم يقول فيه فاول 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 هذا كلينت شبمان واحد وخمسين تسعة واربعين اكلينت شبمان شب الكرة هنا مرة ثانية هذا محمد فاي حسب الفاول هنا من عليه صفر الحاكم على منه الفاول ما شفنا فاول ورميتين لمحمد فاي رميتين الرميات الحرة مهمة محمد فاي يسجل ولم يسجل محمد فاي والرمية الاولى فاي ويسجل محمد فاي يسجل الرمية الاولى اربع نقاط مسجل محمد فاي اربع نقاط مسجل لحد الان محمد فاي راح يرمي الرمية الثانية محمد فاي والرمية الثانية وأيضاً يسجل أيضاً يسجل الثنتين محمد فاي خمس نقاط خمس نقاط لمحمد فاي كرة مع برحمة 53 الريان القطري 49 كاظمة الكويتي لحميدي عزيز إلى البلوشي أحمد البلوشي يمرر يالله يا برحمة برحمة واضيع كلينت شوف كلينت والله كلينت بروحه قاعد يلعب كلينت شاب مان بروحه اللي قاعد يلعب كلينت شاب مان والكرة لمصلحة كاظمة كاظمة خمس دقائق وخمسة وثلاثين ثانية على نهاية المباراة والكرة مع كاظمة إلى عزيز البلوشي أحمد البلوشي إلى وليمز وليمز مع الكرة يالله طلع الكرة من يدك وليمز وليمز ماني عارف هذا اللاعب اش قاع يسوي إلعب باص يعني ماني إلعب طلع الكرة طلعها إيزي إلعب بسرعة إلعب بسرعة يعني تاخذ الكرة ويونك اثنين ثلاثة ماسكينك وبعدين طل الكرة أي شي البلوشي الضيع من البلوشي يأخذها مرة ثانية فريق الريان إلى عبد الله عبد الله يمر إلى نايك نايك يقرابن نايك يحاول يمور ويمور على السلة ويحط له نقطتين نايك يحط له أيضا نقطتين للريان القطري ثلاثة وخمسين الله يشوف السكور مان يعرف يشوف السكور خمسة وخمسين الريان القطري تسعة واربعين كاظم الكويتي خمسة وخمسين الريان القطري تسعة واربعين كاظم الكويتي أربع دقائق واحد واربعين ثانية على نهاية المباراة على نهاية طلع نايك يقرابن في تغيير تغيير للريان القطري وهذا المدرب استيرجوس اليوناني. كرة مع شب. كلينت شب. كلينت يمرر. الى يوسف برحمة. برحمة. كرة ضائعة ايضا من برحمة. ياخذها محمد فاي. محمد فاي الى عبدالله ياسين. عبدالله ياسين مع الكرة. عبدالله ياسين. يمرر. الى جاكسون. مالك سري. محمد فاي. يحاول يمر على السلة. حلوة يا كلينت. حلوة. كلينت شبمان هو اللي يقطع الكرة والكرة اللي مصلحت كاظما. حلوة يا كلينت. كلينت شبمان يشيل الكرة من محمد فاي. وتطلع الكرة اللي مصلحتنا هذي كاظما. الكرة اللي كاظما. خمسة الريان القطري. تسعة واربعين كاظما الكويتي. تسعة واربعين كاظما الكويتي. اربع دقائق وثلاث ثواني. احمد لبلوشي. لبلوشي. حاول يمرر الكرة. احمد لبلوشي. الى برحمة. يوسف برحمة. لبلوشي. احمد لبلوشي. وكرة الضيع من لبلوشي ياخذها محمد فاي. الى جاكسون. جاكسون. الريان القطري. ثلاث دقائق وخمسة وثلاثين ثانية على نهاية المباراة. والريان متغدم. خمسة وخمسين. تسعة واربعين. عبدال ياسين. ياخذها برحمة. يوسف برحمة. يمرر الى لبلوشي. لبلوشي. الى عبدالعزيز. الاحمادي. الاحمادي. كرة ياخذها مرة ثانية. وفي حاكم. يصطفر يقول في فاول. فاول. فاول لكاظمة. ليه الاحمادي. فاول لمصلحة نادي كاظمة. تسعة واربعين. خمسة وخمسين. الفريغين عليهم اكتر من اربعة فاول. وراح يكون جزاء. اي فاول رميتين. يلا يا الاحمادي. عبدالعزيز الاحمادي مسجل فقط نقطتين. فقط نقطتين في الربع الاول. عبدالعزيز الاحمادي وسجل نقطتين في الربع الرابع. وعنده رميات حرة الحين. عنده رميات ثنتين. رميات ثنتين. والرميات الحرة مهمة. عبدالعزيز الاحمادي. عبدالعزيز الاحمادي. ورميتين لفريق نادي كاظمة رميتين لكاظمة ثلاث دقائق وتسعة عشر ثانية على نهاية المباراة من اللي راح يفوز كاظمة الكويتي او الريان القاطري هذا محمد فاي في تغيير طلع محمد فاي الحميدي عزيز والضيع الضيع الرمية الاولى من عبد العزيز الحميدي راح يرمي الرمية الثانية عبد العزيز الحميدي عبد العزيز الحميدي والرمية الثانية والرمية الثانية خلاص تشوف الحكم الايراني يقول حق السوري انا سلمت الكرة وصوب لاعبين قطر هما اللي ادخلوا طبعا الحكم السوري يقول لا الرمية لازم تعاد لان ادخلوا اللاعبين الحكم هو اللي مسلم الكرة سجلها الحميدي سجل الرمية الثانية مدام ان الحكم هو اللي مسلم وما صبر الحكم اللي تعتبر نقطتين لان الخطأ اللي كان الخطأ من لاعبين الريان القطري هما اللي ادخلوا المنطقة المحرمة منطقة الثلاثواني كرة مرة ثانية مع نايك يمرر عبدالله ياسين وحط لنقطتين حلوة عبدالله ياسين عبدالله ياسين إسماعيل يحط له نقطتين تحت السلة كلينت وأيضا نقطتين الحاكم السوري يلقي النقطتين يقول في رميتين وسامزين يقول ما في نقطتين يقول شوف الكرة هنا مرة ثانية هذه كرة عبدالله ياسين نبدأ نشوف كرة كلينت شبما الحاكم السوري يقول الفاول قبل لا توصل الكرة حق اللاعب الكرة كانت فاول بعدين أخذها كلينت شبما وبعدين هو اللي يصوب على السلة بعدين هو اللي يصوب في وقت مستغطى يطلبه مدرب نادي كاظمة بوجان لازك 57 الريان القطري 50 كاظمة الكويتي دقيقتين و 59 ثانية على نهاية المباراة قلنا في المباراة الأولى فاول كاظمة الكويتي على الريان القطري 69 و 61 69 و 61 هذه المباراة الثانية الريان هو اللي متقدم 57 الريان القطري 50 كاظمة الكويتي دقيقتين و 59 ثانية على نهاية المباراة بطولة دول السوبر لغرب آسيا وست آسيا سوبر ليك واصل 2024 المباراة الثانية اليوم الثلاثة 12-3 2024 من صالة نادي الريان في قطر وهذا المدرب وتوجيهاته لللاعبين استيرجيوس وأيضا المدرب بوجان لازك السلوفيني مدرب نادي كاظمة وتوجيهاته لللاعبين يوم مثل ما قلنا حقيقة التسجيل بالنسبة حق النقاط التسجيل وائد ضعيف تسجيل ضعيف بالنسبة للاعبين نادي كاظمة بغط الوحيد اللي از كورا زين اللي هو كلينت شبمان 22 نقطة مسجل كلينت شبمان كورا رميتين لكلينت فرق سبع نقاط الريان متغدم 57 50 ديكتين و59 ثانية يا الله يا كلينت كلينت شبمان الرمية الأولى اضيع اضيع من كلينت شبمان راح يرمي الرمية الثانية كلينت شبمان والرمية الثانية يسجل 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 كلينت شبمان 57 و51 دفاع ضاغط من كاظمة على الريان خذها مرة ثانية عبدالله ياسين عبدالله ياسين يمرر الى نايك قربن نايك قربن يحاول يمر نايك قربن الى ميهو ميهو مع الكرة عبدالله ياسين الى نايك قربن يحاول يحطها ثلاثية ما يسجلها ياخذها كلينت الى البلوشي البلوشي الى لسلي لسلي يمرر الى تحت السلة ريحان عزيز كرة سهلة وحط لها نقطتين حلوة عزيز ريحان تمريرة حلوة للبلوشي يسجل فيها نقطتين هذا البلوشي يحط لها نقطتين شوف شوف هذا عزيز ريحان تمريرة حلوة للبلوشي حلوة يا عزيز يا ريحان حلوة يا عزيز حلوة بلوشي نقطتين أيضا الكرة لكاظمة 57 الريان القطري 53 كاظمة الكويتي دقيقتين وسبع ثواني على نهاية المباراة على نهاية المباراة والكرة لمصلحة نادي كاظمة الكرة لكاظمة كلينشبمان لبلوشي أحمد لبلوشي مع الكرة يمرر إلى لسلي إلى عزيز ريحان عزيز كرة قصيرة يا عزيز نزلها لكلينشبمان يا عزيز الكرة مرة ثانية يمرر مالك سليم مالك سليم مع الكرة يحاول يمرر مرة ثانية إلى نايك قرابن يحاول يحط لها نقطتين ويحط لها نقطتين نايك قرابن يحط لها أيضا نقطتين هذا نايك قرابن الحمد إلى لسلي عزيز ريحان عزيز يمر إلى الحميدي الحميدي إلى ريحان ريحان إلى لسلي يحط لثلاثية حلوة لسلي ترافز يحط لثلاثية حلوة لكاظمة الكويت 59 الريان القطري 56 كاظمة الكويت دقيقة و 15 ثانية على نهاية المباراة والكرة مع نايك قربن قربن مع الكرة يحاول يسجل نايك يأخذها لسلي حلوة لسلي مرر إلى لبلوشي لبلوشي مرة ثانية إلى الحميدي الحميدي إلى لبلوشي يلا يا لبلوشي يحاول يمرر مرة ثانية نزل الكرة إلى كلينت شبمان تحت السلة لبلوشي تحت السلة بروحك يا أحمد تسجل نقطتين يا لبلوشي يأخذها مالك سليم مالك سليمو في فاول 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 على كاظمة كرة سهلة كرة سهلة أصدع من كاظمة كانت بيدة لبلوشي مفروض يحط بها النقطتين لكن لبلوشي يابه ثلاث نقاط يابه ثلاث نقاط ولكن فيه وقت كان فيه وقت كبير وقت كبير لحد الآن باقي أربعين ثانية أنت حط النقطتين وبعدين لاحق عن نقطة لاحق عن نقطة الكرة لمصلحة الريان القطري كرة للريان القطري وهذا المدرب استيرجوس استيرجوس ورباح نجيم شوف المدرب قال شوفها بالبطيء هل هي فيها فاول متعمد أو ما فيها فاول متعمد راح يروحون يشوفون الايرلس الايرلس رباح نجيم الحكم الدولي اللبناني وأيضا صادق قامبري الحكم الدولي شوف شوف الكرة هني سليم هني مالك حاول هني صفر الحكم فاول ما فيها ما فيها متعمد ما فيها فاول متعمد يعني إذا فيها فاول فاول عادي يعني ما عنا مدرب نادي كاظه محتاج على الفاول لأن هذا عزيز ريحان قاعد يدافع الحكم الدولي رباح نجيم شوف الكرة صفر قال فيه رميتين ما فيها متعمد ما فيها فاول متعمد رميتين لمالك سليم مالك سليم مسجل 13 نقطة يسجل ولا ما يسجل الرميات الحرة مهمة مالك سليم الرمي الأولى سليم زيح نقطة الرميات الحرة مهمة مالك سليم والرمية الثانية تسعة وخمسين ستة وخمسين يسجل ولم يسجل مالك سليم يسجل الرمية الثانية يسجل الرمية الثانية مالك سليم ستين الريان القطري ستة وخمسين كأضم الكويتي أربعين ثانية على نهاية المباراة أربعين ثانية على نهاية المباراة وجمهور الريان القطري في صالة الريان في قطر وهذه قلنا المباراة الثانية المباراة الأولى فاز كاظم الكويتي على الريان القطري تسعة وستين واحد وستين تسعة وستين واحد وستين هذه المباراة الثانية المباراة الثانية الريان القطري هو اللي متغدم ستين الريان القطري ستة وخمسين كاظم الكويتي إذا فاز كاظم الكويتي قلنا خلاص ما راح تكون في مباراة ثالثة اذا فاز الريان القطري راح تكون في مباراة ثالثة يوم الثلاثة القادم يوم الثلاثة القادم تسع تاعش ثلاثة راح تكون في مباراة فاصلة مباراة ثالثة راح تكون بالكويت المباراة الثالثة في تسع تاعش ثلاثة راح تكون بالكويت ستين ستة وخمسين ستين ستة وخمسين أربعين ثانية على نهاية المباراة انتهى الوقت المستقطع انتهى الوقت المستقطع اللي طلبها مدرب نادي كاظمة والكرة لمصلحة نادي كاظمة الكرة لكاظمة فرق أربع نقاط وفيه وقت كبير عندك أربعين ثانية أربع نقاط ولا شيء يعني تحط لك ثلاثية مع الفاول هذي أربع نقاط كرة لي كاظمة ستين ستة وخمسين كرة مع البلوشي إلى كلينت شبمان كلينت يحاول يمر على السلة سلة فاول 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 ورميتين رميتين كلينت شبمان حلوة يا كلينت رميتين 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 لكلينت شبمان توني قاعد يقولي حطلة ثلاثية وفاول هذي لو سجل الثنتين كلينت أيضا يعني في رمية يضع فيه يعني ثلاث نقاط يا الله يا كلينت الرميات الحرة مهمة كلينت شبمان 23 نقطة مسجل كلينت والرمية الأولى ويسجل يسجل الرمية الأولى كلينت شبمان راح يرمي الرمية الثانية الرمية الثانية يسجل ولا ما يسجل 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 ولا ما يسجل 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 حلوة كلينت شبمان يسجل يسجل الرمية الثانية فارق نقطتين 60 الريان القطري 58 كاغم الكويت فيه وقت مستغطى يطلبه مدرب الريان القطري استيرجوس اليوناني فارق شوف نقطتين 60 58 وبقى 36 ثانية 36 ثانية على نهاية المباراة من اللي راح يفوز من اللي راح يفوز كاغم الكويت او الريان القطري في بطولة دوري السوبر لغرب آسيا وست آسيا سوبر ليغ وصل 2024 المباراة الثانية اليوم الثلاثة 12 ثلاثة 2024 من صالة نادي الريان في غطر مباراة حلوة مباراة حلوة مستواها معالي مستواها عادي مستواها عادي بالنسبة للفريقين والنسبة لللاعبين المستوا عادي عندهم الفريقين افضل عندهم الفريقين الريان القطري او كاغم الكويتي عنده مستوا اعلى من هذا المستوا وقلت لك من بداية المباراة اي فريق لو كان في مستوا اليوم راح يكون طالع فرق 20 نقطة على الاقل لكن الفريقين اليوم مو قاعد يقدمون المباراة في المستوا العادي مستوا عادي يعني شوف فريق يعني كاغم الكويتي الربع الاول مسجل 14 نقطة والربع الثاني 11 نقطة والربع الثالث 18 نقطة خلونا الحين خلونا في الثواني الاخيرة ودفاع ضاقط من فريق نادي كاغم على الريان القطري مالك سليم يمر الى نايك 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 مع الكرة نايك ودفاع من عبدالعزيز الاحمادي ونايك يحاول يمر يحاول يلعب الـ 24 ثانية يحاول يأخذ فاول هذا نايك سكر عليه مالك سليم على السلة مالك والحكم يقول فيه كرة مشتركة كرة مشتركة السهم لفريق نادي كاغم الكرة لمصلحة نادي كاغم 14 ثانية شوف هنا كرة مشتركة والسهم الحيازة لمصلحة نادي كاغم 14 ثانية على نهاية المباراة 60 ثمانية وخمسين كاغم هذا حط النقطتين يعني تعادل حط لثلاثية رح يطلع هو فايز 10 ثواني 9 ثواني على نهاية المباراة وليس لي يمر كلين شبمان ويحط لنقطتين حلوة كلين شبمان يحط لنقطتين وتعادل تعادل 60 60 60 60 تعادل شوف هذا كلين شبمان تعادل 60 60 كاغم الكويتي والريان الغطري 60 60 60 تعادل هذا المدرب استيرجوس كوفوس طبعا مراضي على هذه النتيجة لحد الآن وباقي ثواني لحد الآن تشوف يعني تعجب أنه 36 ثانية ما احنا عارفين الساعة يعني غيرها الساعة كانت باقي 9 ثواني وثمان ثواني على نهاية المباراة لحد الآن ما احنا عارفين كثير باقي من الوقت النتيجة تعادل 60 60 60 60 الريان القطري كاغم الكويتي في المباراة الثانية في المباراة الثانية كاغم إذا فاس خلاص ما راح يلعب مباراة فاصلة ثالثة الريان يريد الثواني الأخيرة في الثواني الأخيرة وهذا مدرب نادي كاغم بوجان لازك وجه اللاعبين ولازم يدافعون كد قال لهم من غير فاول لا تعمل فاول في الثواني الأخيرة لأن الفريقين عليهم أكثر من أربعة فاول وراح يكون جزاء فاول راح يكون رميتين اي فاول رميتين خنشوف اش كتر باقي من الوقت لحد الآن مثل ما قلنا الساعة قاعد تتغير الوقت قاعد يتغير مو عارفين اش كتر باقي من الوقت الكرة لمصلحة الريان في نص ملعب نادي كاغم شوف هني حكم الدول رباح الجيم هذا كلينت شبمان كلينت شبمان ستين ستين والثواني الأخيرة مالك سليم مالك يمرر ميهو يصفر يصفر كرة مرة ثانية يصفر يصفر الحكم معلن عن نهاية المباراة تعادل ستين 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 تعادل وفيه وقت ضافي وقت ضافي مدته خمس دقايق أنه كان سهم الحيازة لكاغم حاليا خلاص سيكون سهم الحيازة للريان إذا صار فيه كرة مشتركة راح تكون الكرة لمصلحة نادي كاغم مرة السهم لمصلحة كاغم ومرة للريان بداية الإضافة الأول الكرة مع نايك يمر عفاي عبدالله تحت السلة يحاول ميهو لكن فيه فاول على البلوشي فاول على أحمد البلوشي أحمد البلوشي هذا الحكم الدولي قنبري صادق قنبري يقول فيه فاول ورميتين فاول ورميتين لميهو ميهو ميهو مسجل خمس نقاط ميهو الرمية الأولى ميهو الضيع الضيع من ميهو الضيع من ميهو شوفوا لو أي فريق مسجل الرميات الحرة كان من زبان طالع فايز غالب وخالص يسجل الرمية الثانية ميهو يسجل الثانية كرة مع البلوشي أحمد البلوشي أحمد البلوشي يمر حاول مرة ثانية إلى الإحمادي عزيز ويحط لثلاثية عزيز يا عزيز الإحمادي المشاقب عبد العزيز الإحمادي يحط لثلاثية حلوة لكاظمة ويتغدم كاظمة الكويت 63-61 وفاول على عبد العزيز الإحمادي وجزاء الفاول رميتين عزيز يا عزيز الرميات الحرة يا عزيز الرميات الحرة فاول يعني أي فاول راح يكون فيه رميتين بالنسبة للفريقين نايك الرمية الأولى نايك ويسجل نايك غرفين يسجل الرمية الأولى راح يرمي الرمية الثانية الرمية الثانية يسجل التعادل ولا ما يسجل يسجل ولا ما يسجل نايك غرفين يسجل يسجل أيضاً الرمية الثانية نايك غرفن تعادل 63-63 أربع دقائق وعشر ثواني على نهاية الإضافة الأول والمباراة كرة مع الحميدي إلى كلينت شبمان كلينت يمرر إلى عزيز ريحان عزيز يمرر إلى لسلي يلا يا لسلي وكرة سهلة وضيعوا في فاول 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 لمصلحة كاظمان على مالك سليم على مالك سليم فاول حكم الدولي الإيراني صادق غنبر يقول في فاول ورميتين رميتين المفروض لسلي أنت داش على السلة السلة جدامك أنت فاضي حط النقطتين وخلص يا لسلي مباراة كلها تعادل وفرق نقطة ونقطتين رميتين كلينت شبمان كلينت الرمية الأولى والرميات الحرة مهمة كلينت شبمان وتعادل وفيه طلع خمسة فاول مالك سليم خمسة فاول مالك سليم سينزل المكان محمد فاي لعب رغم نزل المكان مالك سليم حلوة يا كلينت كلينت شبمان يسجل الرمية الأولى كلينت شبمان ويتغدم يتغدم كاظما الكويتي 64 الريان القطري 63 الرمية الثانية يسجل ولم يسجل كلينت يأخذها لسلي يأخذها لسلي مرة ثانية الكرة مع البلوشي أحمد البلوشي الحميدي البلوشي إلى لسلي لسلي يمرر إلى كلينت شبمان كلينت على السلة ويحط لنقطتين كلينت شبمان حلوة يا كلينت كلينت يحط لنقطتين لكاظما الكويتي 66 63 كرة مرة ثانية ميهو أضع يأخذها لبلوشي هدي 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 يا لبلوشي يا هدي محمد لبلوشي مع الكرة أحمد لبلوشي أحمد لبلوشي يمرر مرة ثانية مع الكرة هدي لعب 24 ثانية يا أحمد مع الكرة لبلوشي يحاول يمر ويمر وعلى السلة وفي فاول فاول على ميهو فاول على ميهو ورميتين لبلوشي رميتين حلوة رميتين ليه أحمد لبلوشي يلا يا لبلوشي الرميات الحرة مهمة أحمد لبلوشي هذا أحمد لبلوشي يسجل ولا ما يسجل لبلوشي والضيع الرمية الأولى الضيع من أحمد لبلوشي راح يرمي الرمية الثانية الرميات الحرة مهمة الرميات الحرة مهمة يا لبلوشي الرمية الثانية لبلوشي وأيضا نضيع الرمية الثانية والكرة مع الريان القطري 66 كاظما لكويتي 63 الريان القطري ديقيقتين وخمسين ثانية على نهاية المباراة والإضافة الأول والكرة أوت لمصلحة كاظما الكرة أوت لكاظما لكويتي أحمد لبلوشي مع الكرة يمرر إلى لسلي إلى لبلوشي مرة ثانية لبلوشي حاول يمر يمرر مرة ثانية لسلي على السلة ويحوط له نقطتين حلوة يا لسلي لسلي يحوط له نقطتين وفي وقت مستغطأ يطلبه مدرب الريان القطري السيرجوس السيرجوس يطلب وقت مستغطأ ثمانية وستين كاظما الكويتي ثلاثة وستين الريان القطري وباقي ديقيقتين وواحد وثلاثين ثانية على نهاية المباراة والإضافة الأول نهاية المباراة والإضافة الأول وقت مستغطأ مدرب ناديه كاظما بوجان لازك الاسلوفيني وتوجيهاته لللاعبين توجيهاته لللاعبين خلاص حين مفروض الفريق اعتمد على كلين شبمان تحت السلة وأيضا على لسلي خلاص مشي الكرة حق كلين شبمان تحت السلة وحق ترافيس لسلي هذين هم اللي راح يخلصون لك هم اللي يخلصون لك الكرات تحت السلة لسلي مسجل 13 نقطة لسلي كلين شبمان كلين شبمان مسجل لحد الآن كلينت مسجل الله يتشوف 18 22 24 27 30 نقطة 30 نقطة مسجل كلين شبمان 30 نقطة كلين شبمان وأيضا غير الريباوند اللي ما اخذها بالدفاع والهجوم والاسيست حقيقة اليوم وأيضا المباراة السابقة لعب مباراة حلوة مبارتين حلوين أمام الريان القطري الكرة مع نايك نايك يمر إلى عبدالله عبدالله ياسين عبدالله ياسين عبدالله ياسين اسماعيل مع الكرة يحاول يمر عبدالله لفاع من كلينت عبدالله حاول يحط لها نقطتين ما يسجلها ياخذها مرة ثانية ليسلي إلى عزيز عزيز هدي يا عزيز هدي يا ليسلي عطي الكرة حق البلوشي عطي الكرة حق البلوشي واخذ مكانك وشوف كلينت اقطع اقطع يا ليسلي إذا سلمت الكرة روح على السلة لا توقف مكانك الكرة مع البلوشي أحمد البلوشي يمر إلى لحمدي عزيز عزيز الحاكم يقول فيه مخالفة الأربعة وعشرين ثانية أربعة وعشرين ثانية على نادي كاظمة مخالفة الأربعة وعشرين ثانية باقي دقيقة وأربعة واربعين ثانية دقيقة وأربعة واربعين ثانية على نهاية المباراة والإضافة الأول ثمانية وستين كاظمة ثلاثة وستين الريان القطري كاظمة الكويتي والريان القطري كرة مع نايك اقربن. نايك مع الكرة. نايك اقربن ودفاع من عزيز رايحان. سكر يا عزيز تحت السلة ياخذها مرة ثانية نايك. نايك يمرر يحاول يحط لثلاثية. يحط لثلاثية جاكسون. جاكسون يحط لثلاثية للريان القطري. شوف 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 هذا جاكسون. شوف جاكسون يحط لثلاثية حلوة للريان القطري. مباراة حلوة. مباراة حلوة.�おお populate 666. ليسلي مع الكرة. الكرة ما اتضيع يا ليسلي. الكرة لازم ما اتضيع. الكرة ما اتضيع يا ليسلي. والضيع من ليسلي. والضيع من ليسلي. مفروض يلعب باص ليسلي. ليصير اناني. لعب باصل الكرة معك مرة ثانية للريان وفيه فاول فاول ورميتين فاول ورميتين أيضا للريان أيضا للريان رميتين 68-66 68 كاظم الكويتي 66 للريان القطري ورميتين للريان رميتين عن طريق نايك اقربن نايك اقربن نايك منضيع ولا رمية حرة ما ضيع ولا رمية حرة نايك الرمية الأولى نايك يسجل يسجل نايك اقربن الرمية الأولى يرمي الرمية الثانية يسجل التعادل ولا ما يسجل نايك اقربن والرمية الثانية ويسجل أيضا للرمية الثانية نايك اقربن يسجل تعادل 68-68 48 ثانية على نهاية المباراة والإضافة الأول الكرة مع البلوشي عزيز يحاول يمر ويمر عزيز ويشيلها وتطلع الكرة أود المست ميهو هذا ميهو وطلعت الكرة أود وباقي 7 ثواني على الهجمة لازم كارما يخلص الكرة في 7 ثواني المتبقية 7 ثواني الكرة وفي وقت مستخطع وقت مستخطع يطلب مدرب نادي كارما مدرب كارما وجان لازك كان الفرق أربع نقاط كان الفرق أربع نقاط وحطوا التعادل الريان القطري وقت مستخطع 68 ثمانية وستين كارما الكويتي الريان القطري 34 ثانية على نهاية المباراة والإضافة الأول مثل ما نقاط الكرة لازم تنزل حق كلينت شبمان كلينت شبمان ماسكينة اثنين واحد جدامه واحد وراه المفروض اللاعب الفاضي ينزل يقطع على السلة على شان كلينت يعطيه الكرة تحت السلة يكون هو فاضي وقت مستخطع تعادل من اللي راح يفوز في المباراة مباراة حلوة لحد الآن لكن قلنا المستوى متوسط المستوى يعني مو مستوى متميت ولا هو المستوى العالي في المباراة مستوى عادي أيضا حتى اللاعبين مثل ما قلنا من عدد النقاط اللي هم مسجلينها لحد الآن اللاعبين الكرة لمصلحة كاظمة كاظمة الكويتي في الثوان الأخيرة من اللي راح يفوز كاظمة الكويتي يفوز أو الريان القطري هو اللي يفوز ويلعب مباراة فاصلة يلعب مباراة فاصلة مباراة الثالثة 34 ثانية 68 68 والكرة لمصلحة نادي كاظمة البلوشي 68 68 أحمد البلوشي يمرر إلى كلينت شبمان كلينت مع الكرة كلينت وضع من كلينت يأخذها مرة ثانية تطلع الكرة تطلع الكرة لمصلحة الريان لمصلحة الريان القطري 27 ثانية 27 ثانية على نهاية المباراة 27 ثانية على نهاية المباراة والكرة لمصلحة الريان القطري وتعادل 68 68 68 68 وهذا محمد فاي والكرة لمصلحة الريان 27 ثانية يقدر الريان يسجل نقطتين أو ثلاث أو يأخذ فاول الكرة والله فاول يا زين فاول فيه دفع فيه دفع واضح يا وسام زين كان فيه دفع واضح على لاعب الريان وانت شايف وانت تقول له يعني هو دفعك الكرة لمصلحة الريان الريان يحاول يحط له ثلاثية ما يسجلها يأخذها الريحان الكرة مرة ثانية هدي على راحتك عزيز عزيز مرة ثانية ويصفر يصفر الحكم معلن عن نهاية الإضافة الأول تعادل 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 لا حد الآن انتهت المبارات بالتعادل وانتهى الوقت الإضافة أيضا بالتعادل راح يلعبون إضافة ثانية راح يلعبون إضافة ثانية مدته خمس دقايق 68 68 68 68 68 تعادل وراح يلعبون إضافة ثانية إضافة ثانية كاظم الكويت والريان القطري الإضافة الثانية الإضافة الثانية ملي راح يفوز عشان شديحنا نقول من بداية المبارات أنا أتكلم أقول الرميات الحرة مهمة الرميات الفريقين ضيعوا رميات حرة ضيعوا يعني لو أي فريق مسجل شوف نقطة واحدة بس رميات حرة نطالع هو فائز ما بينا نتكلم عن تقريبا عشر أو خمس عشر رميات حرة ضاعت بالنسبة للفريقين فريقين ضيعوا رميات حرة شوف من اللي راح يفوز الإضافة الثانية الإضافة الثانية مبارات حلوة مبارات حلوة لأحد الآن فيها منافسة بين الفريقين منافسة بين الفريقين الفريقين قاعد يضيعون الفريقين قاعدين يسجلون الفريقين قاعدين يستعيلون الفريقين قلنا خصوصا اللاعبين مو مسجلين نقاط يعني شوف العبوا مباراة كاملة والعبوا أيضا إضافي وانتهت النتيجة 68-68 68-68 في المباراة الأولى كارما مسجل 69 نقطة مغابل الريان 61 نقطة يعني من غير لا يلعبون إضافي اسكورهم أعلى كان من هالمباراة لحد الآن انتهت فترة الاستراحة راح يلعبون الإضافي الثاني أيضا مدة خمس دقائق خمس دقائق الإضافي الثاني والكرة لمصلحة نادي كاظما الكرة لمصلحة نادي كاظما كاظما أحمد البلوشي البلوشي هو اللي راح يدخل الكرة يلعب باصلة عزيز رايحان عزيز رايحان مع الكرة إلى البلوشي أحمد البلوشي إلى لسلي عزيز 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 يا عزيز عزيز يا عزيز شي تسوي يا عزيز تحت السلة شي تسوي يا عزيز تحت السلة فاول أيضا في فاول على عزيز أيضا في فاول على عبد العزيز الحميدي وطلع خمسة فاول أيضا خمسة فاول عبدالعزيز الاحمادي خمسة فاول وعمل أيضا فاول وراح يكون فيه رميتين للريان القطري رميتين للريان القطري الرمية الأولى محمد فاي يسجل ولا ما يسجل فاي والرمية الأولى يسجل محمد فاي يسجل محمد فاي الرمية الأولى راح يرمي الرمية الثانية ويتغدم الريان القطري يتغدم الريان القطري 69 كاظما الكويتي 68 الرمية الثانية ويسجل يسجل أيضا الرمية الثانية محمد فاي يحط الثنتين 78 لبلوشي إلى يوسف برحمة كلينت رايحان إلى لبلوشي حاول يمر يمر الكرة إلى الإسلي تطلع الكرة أوت لمصلحة الريان تطلع الكرة أوت لمصلحة الريان القطري 4 دقائق و 25 ثانية على نهاية المباراة والإضافة الثانية الإضافة الثانية عبدالله ياسين إلى نايك غرابن نايك غرابن مع الكرة يحاول يمر يفع من عزيز رايحان نايك يمر الكرة مقطوعة حلوة برحمة يمرر إلى الإسلي تحت السلة يحاول عزيز عزيز إلى لبلوشي لبلوشي أحمد لبلوشي يمرر مرة ثانية إلى كلينت كلينت على السل الله حلوة كلينت كلينت شابمان دنك حلو وأيضاً في فاول ورميها إضافية شوف 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 هذا كلينت هذا كلينت كلينت شابمان يحط لدنك حلو ونقطتين حلوين وتعادل وأيضا في رمية إضافية رمية إضافية كلينت شابمان كلينت شابمان وفي تغيير طلع نايك ونزل مكانه محمد فاي محمد فاي نزل وهذا كلينت يلا يا كلينت الرميات الحرة مهمة يا كلينت والضيع من كلينت الرمية الحرة تعادل سبعين سبعين الفريقين قاعدين يضيعون الفريقين والكرة مرة ثانية مع جاكسون جاكسون يمر إلى عبدالله ياسين إلى محمد فاي محمد فاي مرة ثانية عبدالله ياسين يحاول يمر عبدالله ياسين يحاول يحط لثلاثية وما يسجلها يأخذها مرة ثانية برحمة إلى لبلوشي أحمد لبلوشي أحمد لبلوشي يحاول يمر لبلوشي إلى برحمة برحمة إلى كلينت شبمان ويحط له نقطتين كلينت يا كلينت كلينت شبمان يحط له أيضا نقطتين حلوة يا كلينت حلوة 72 كاظما لكويرتي ويحط له ثلاثية شوف جاكسون جاكسون يحط له ثلاثية حلوة يا جاكسون يحط له ثلاثية حلوة للريان القطري ويتقدم الريان القطري 73 72 73 الريان القطري 72 كاظم الكويتي 45 ثانية على نهاية النبارات والإضافي الثاني ويحاول حطلة ثلاثية ما يسجلها يأخذها لبلوشي هجمة لبلوشي لا تسعي لأحمد والكرة مرة ثانية هجمة محمد وفيه فاول ورميتين فاول ورميتين فاول فاول ورميتين للريان القطري فاول ورميتين للريان القطري 73 الريان القطري 72 كاظم الكويتي 28 ثانية وفيه رميتين فاي والرمية الأولى حط أربع رميات حرة في الربع الرابع في الربع في الإضافي وأيضا يسجل أيضا يسجل محمد فاي محمد فاي في الربع الرابع ضيع واحدة وفي الربع الثالث مضيع ثنتين والحين يضيع ولا ما يضيع محمد فاي يسجل يسجل محمد فاي يسجل أيضا الرمية الثانية 75 الريان القطري 72 كاظما الكويتي 28 ثانية على نهاية المباراة وأيضا الحكام وسام زين السوري رباح نجيم اللبناني وأيضا المدرب بوجان لازك مدرب نادي كاظما هل هو أنهم راح يشوفون الكرة في البطيء شوفوا الكرة مرة ثانية طلب المدرب أنهم يشوفون الإعادة الإعادة الآيرلس شوفوا الكرة هنا مرة ثانية مع الحاكم اللبناني رباح نجيم والحاكم السوري وسام زين شنو الغرار طبعا على شنو مدرب نادي كاظما ما يحتاج خنشوف الكرة على الباول على النقطتين المفروض المخرج أيضا يحطينا اللقطة خنشوف الكرة يعني شنو شنو هو الاحتجاد شوف الكرة هنا مرة ثانية هذه هذه الكرة كرة هنا أن مدرب كاظما شوف الكرة طلعت الكرة من هنا من حسبها من هنا من أول شي ما سجلها طبعا هنا الكرة للريان الريان شوف الكرة مرة ثانية عبد الله إلى محمد فاي شوفوا الاحتجاج على شنو مدرب نادي كاظما تجهله على الفاول شوف الكهان آه تشوف أن ميهو أنه ميهو ماسك ماسك يوسف برحمة فعلا ماسكة كان واضح واضح ميهو ماسك يوسف برحمة الاحتجاج واضح مدرب نادي كاظما فعلا شوف الكرة وشوف أنه في فاول واضح في فاول واضح نشوف الشي صفر الشي اللي يعطيه الحاكم الحين شلي يتخذ شنو الغرار شنو الغرار اللي راح يتاخذها الحاكم شوف الكرة هني هني كرة ميهو هني 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 شوف الكرة مرة ثانية اثنين وسبعين خمس وسبعين الريان الغطري هو اللي متغدم هني على ثلاثية حسبها ثلاثية حاكم حسب هني ثلاثية هل هي نقطتين شوف قرار الحاكم حسب ثلاثية رباح نجيم حكم اللبناني حسب انه ثلاث نقاط ونقطتين ثلاث نقاط خمس وسبعين اثنين وسبعين كرة لمصلحة نادي كاظما دقيقتين وثمانية وعشرين ثانية على نهاية المباراة والاضافة الثانية في دفاع ضاغط من الريان الغطري على كاظما الكويت عزيز ريحان عزيز مرر الى برحمة الى البلوشي احمد البلوشي عزيز ريحان يمر على السلة عزيز الى البلوشي احمد البلوشي حاول يمرر مرة ثانية عزيز ريحان على السلة عزيز وكرة ضاعة من عزيز ريحان يأخذها عبد الله ياسين إلى محمد فاي محمد فاي مع الكرة يمرر إلى جاكسون جاكسون يحاول يمر جاكسون وعلى السلة جاكسون وضيع ويحط له نقطتين فاي محمد فاي يحط له نقطتين وفيه وقت مستغطع يطلبه مدرب نادي كاظمة 77 الريان القطري 72 كاظمة الكويتي ووقت مستغطع في الوقت الإضافي الثاني في الوقت الإضافي الثاني أخذ وقت مستطع مدرب نادي كاظمة طبعا انتهت المباراة تعادل 60-60 العبو إضافي أيضا تعادل بالإضافي 68-68 بالإضافة الأول حاليا العبو الإضافي الثاني والريان الغطري متقدم 77-72 وباقي دقيقة واربعة واربعين ثانية دقيقة واربعة واربعين ثانية على نهاية المباراة والإضافة الثانية فيه وقت كبير دقيقة واربعة واربعين ثانية فارق خمس نقاط ولا شي بإمكانك خمس نقاط تسجلهم في عشرة وخمس ساعة ثانية ما عندك مشكلة في النقاط مشكلتك أنك تسجل مشكلتك أنك لازم تلعب بالصح ما تضيع الكرات السهلة كرة لمصلحة كاظمة فارق خمس نقاط الريان القطري متقدم 77-72 لأنه إذا فاز الريان راح تكون في مباراة فاصلة راح تكون في مباراة فاصلة يوم الثلاثة في السبوع الغادم يوم الثلاثات ستكون في مباراة ثالثة مباراة الفاصلة الكرة لفريق نادي كاظمة دقيقة واربعة واربعين ثانية على نهاية المباراة المباراة وجمهور الريان الغطري اللي متواجد في صالة نادي الريان في غطر كرة مع البلوشي إلى برحمة أحمد البلوشي مع الكران أحمد البلوشي أحمد البلوشي يمر مرر إلى كلينت عط شوف كلينت تحت السلة عط حق كلينت ليس لي هذا كلينت يقطع تشوف اللي المفروض اللي معه تحت السلة عط حق كلينت هذا كلينت اقطع تشوف اللي مفروض اللي معه اللي يمرر حق كلينت لازم يقطع على السلة يعني ما أنت فاضي كلينت ماسكينها اثنين يعني اقطع على السلة لسلي لعبت الباص المفروض تقطع على السلة علشان تستلم أيضا الكرة تستلم الكرة وانت مرتاح يا لسلي أو أي لاعب يعطي الكرة حق كلينت ينزل لأن في أثنين أثنين يرح يسكرون على كلينت هذا كلينت على السلة كلينت والضيع يلا لسلي لسلي وكرة ضائعة أيضا من لسلي كرة ضائعة سهلة من لسلي تحت السلة المفروض يحط نقطتين وأيضا ياخذ فاول لسلي تحرك لسلي تحرك لسلي كرة فاول كرة مرة ثانية دفاع كرة مع جاكسون حاول يمر جاكسون على السلة فاول فاول حكم يقول في فاول ولا في مخالفة الاربع وعشرين مخالفة الاربع وعشرين ثانية هذا كلينت شب ثمانية وخمسين ثانية على نهاية المباراة والوقت الإضافي الثاني كلينت كورا مع البلوشي البلوشي إلى لسلي على السلة ويحط لثلاثية حلوة لسلي حطلة ثلاثية حلوة لكاظمة الكويتي 77-75 77 الريان القطري 75 كاظمة الكويتي وباقي أربعين ثانية على نهاية المباراة والإضافي الثاني كورا مع محمد فاي محمد فاي مع الكورا يحاول يمر محمد فاي يحاول يمر إلى جاكسون ويأخذها حلوة على كبك هدي هدي كورا مرة ثانية مع فريق نادي كاظمة باقي نقطتين 77-75 14 ثانية تقدر تحط لك ثلاثية وتطلع بائز في المباراة تحط لك نقطتين تعادل لسلي لسلي على السلة والضيع وتطلع الكورا أو تباقي خمس ثواني خمس ثواني على نهاية المباراة خمس ثواني يقدر كاظمة يحط لثلاثية في الخمس ثواني أو نقطتين ويطلع أيضا تعادل خنشوف يحط نقطتين أو ثلاث أو الريان هو اللي ياخذ الكورا أو الريان خنشوف بالخمس ثواني المتباقية تحت السلة لسلي تطلع الكورا أوت تطلع الكورا أوت أوت ثلاث ثواني ثلاث ثواني على نهاية المباراة والإضافة الثاني سبعة وسبعين الريان خمسة وسبعين كاظمة الكويت والكورا لمصلحة كاظمة الكويت كورا لكاظمة الكويت وهذا المدرب مدرب الريان وتوجيهاتها لللاعبين شوفوا الكورا راح يشوفون الكورا بالبطيء راح يشوفون الكورا اللي عاد اللي عاد مرة ثانية رباح جيم حاكم الدولي اللبناني وأيضا صادق قنبري حاكم الدولي الإيراني نشوف شنه غرار الحكم سبعة وسبعين خمسة وسبعين سبعة وسبعين خمسة وسبعين نشوفوا الكورا هل هي الكورا ترحت الحسب نحسبها لي كاظما أو أن الوقت الثانيتين اللي مشوا أن الكورا ما صار فيه ثانيتين يعني نشوف الكورا هنا مرة ثانية رباح جيم شوفوا الكورا مرة ثانية ثلاث ثواني على نهاية المباراة والإضافة الثاني سبعة وسبعين الريان الغطري خمسة وسبعين كاظما تشوف الكورا هنا مرة ثانية هذه الكورا هني هسبها هسبها ثلاثية هذه ثلاث نغار يوم يعني تشوف كم مرة وقفوا المباراة كم مرة ووقفت المباراة وبعد تشوفون الكوراة عن طريق الآيرلس ثلاث حكام يعني افترض أنت ثلاث حكام يعني كلها عشر أمتار المفروض أنت ثلاثة تشوفون الكورا يعني يفترض يعني يفترض أنكم تكون الكورا واضحة يعني أنت البعد بين الحكام الثلاث كلها ترى عشر أمتار ولا خمسة عشر متر فإعادات وايد صارت واللعب أيضا وقف وايد ثلاث حكام دوليين شوف هني أيضا وما نحن عارفين هم على شنو يعني الكورا هذه طالة الكورا طلعت عن طريق اللاعب جاكسون جاكسون هو آخر لاعب رغم أربعة اللاعب الريان هو اللي لمس الكورا آخر واحد جاكسون شوف هني دخل على السلة هني ليسلي هني آخر واحد لمسها جاكسون 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 لمس الكورا هني يعني عدوها يمكن أربع خمس مرات يعني يفترض أن رأس الكورا كانت واضحة خمسة وسبعين سبعة وسبعين سبعة وسبعين هذه الكورا أيضا مرة ثانية كورا لكاظمة يعني حقيقة كورا هني هذه إطلعت الكورا هذه الكورا 1080 كورا من من لمسها آخر لاعب من لمسها آخر لاعب هني أشوف لمسها آخر لاعب لاعب الريان هو اللي آخر لاعب طلعها شوفني آخر لاعب هنا هنا لمثها لاعب الريان حقيقة الحكام صراحة ذبح المباراة يعني المباراة خلاص يعني باقي ثلاث واني وقتين نظافية وتعادل وچن مرة وسبعة وسبعين وخمسة وسبعين يعني حتى اللاعبين بردو يعني حتى اللاعبين خلاص خلصوا اللاعبين بردوا اللاعبين يعني من كثير ما وقفوا المباراة اليوم من كثير ما وقفت المباراة والإعادات والآيرلس صراحة الحكام اليوم ذبح المباراة يعني حتى اللاعب خلاص صار برد يعني انت توقف اللاعب عشر دقائق على شنو عشان تشوفوا الآيرلس يعني كرة مع الحميدي وثلاث واني وتحت السلة ونقطتين وفاول نقطتين وفاول وتعادل تعادل 77 77 لسلي حلوة تعادل 77 77 وفي رميها إضافية رميها إضافية لكاظبا الكويتي وتعادل 77 77 وباقي الثانيتين وباقي الثانيتين على نهاية المباراة يلا يا لسلي الرميات الحرة مهمة يسجل ولا ما يسجل ويسجل لسلي حلوة 76 77 الريان 78 كاظمة 78 77 78 كاظمة الكويتي 78 كاظمة الكويتي 77 الريان القطري 77 78 وفي وقت مستغطع وقت مستغطع يطلب مدرب نادي الريان القطري استيرجوس استيرجوس اليوناني وهذا المدرب شراح يسوي فيه آخر ثانيتين في آخر ثانيتين من المباراة شيني الخطة اللي رح يعطيهم ثانيتين فيه وقت يعني بإمكان ترى الريان يسجل نقطتين أو ثلاثة أو ياخذ فاول الثانيتين بذكرة السلة وقت كبير وقت كبير احنا تابعنا قاعد نقول ثلاث ثواني وفرق نقطتين كاظمة سجل بخلال ثانية وحدة سجل نقطتين وأيضاً أخذ فاول أخذ رمية إضافية وتغدم كاظمة 78 77 ثانيتين شيني رح يصير في آخر ثانيتين من المباراة في الوقت الإضافي الثاني في الوقت الإضافي الثاني الكرة أيضاً رح تكون ما رح تكون تحت سلة نادي الريان رح تكون في نص ملعب نادي كاظمة في نص ملعب نادي كاظمة المفروض كاظمة من غير فاول لأن كاظمة عليه أربعة فاول لازم ما يسوي فاول لازم ما يسوي فاول 78 77 وباقي ثانيتين على نهاية ثانيتين وخمسة عشر من الأمية من الثانية والكرة لمصلحة الريان القطري 12 ميهو ميهو دفاع كاظمة مفروض يدافع فريق نادي كاظمة والكرة مرة ثانية عبد الله يحاول يحط له ثلاثية ويصفر يصفر الحكم يصفر الحكم معلن عن نهاية المباراة بفوز نادي كاظمة الكويتي على الريان القطري 78 كاظمة الكويتي 77 الريان القطري مبروك والف مبروك لفريق نادي كاظمة الكويتي يتأهل إلى الدور الثاني يتأهل إلى الدور الثاني وفاز مبارتين ما راح يلعب مباراة ثالثة ما راح يلعب مباراة فاصلة خلاص مبروك لكاظمة الكويتي 78 كاظمة الكويتي 77 الريان القطري بعد وقتين إضافيين بعد وقتين إضافيين نقول مبروك لكاظمة وهارد لك للريان تقبلوا تحيات معلق المباراة علي الشطي وإلى نلتقي معكم في مباراة أخرى أستودعكم الله ومع السلامة